شكراً لكم الاب الاي دي واعدادات الاب الاي دي وتكلمنا عنها بالتفصيل وبعد كده اعدادات الشبكة اللي بيكون فيها نمط الطيران الواي فاي البلوتوث وغيرها من الاعدادات هنكمل بقى من حيث توقفنا على وهو جزء الاشعارات عندنا الاشعارات الاشعارات اول ما نفتح تسمي الاشعارات هيقولك في البداية خالص اول ما تضغط على الجزء ده عشان تضبط اشعارات التلبقات اللي عندك وكيفية عرضها الجهاز عندك هتلاقي عندك بيقولك في البداية خالص عرضك هتلاقي عندك في الاختيار ده تلات اقسام بيبدأ عندنا باختيار العدد بعدها على طول الحزمة او الحزمة المكدسة وبعدها على طول القائمة التلات اختيرات دول لازمتهم ايه؟ ده باختصار هيفيدك لو انت بتارد الاشعارات عندك على شاشة القفل او انت اقفل الجهاز هيفيدك ازاي؟ دلوقتي انا مسلا لو اخترت العدد العدد تمام؟ وجيت فتحت مركز الاشعارات هو مش ياردل الاشعارات بشكل مباشر لا هيعرض لي اعداد الاشعارات كلها بشكل الاول وبعد كده لو ضغطت عليها هيبدأ يعرض لي الاشعارات اما لو اخترت الحزمة المكدسة فياردلي اول تلات اشعارات والباقة هيكون مخفي لما ضغط على الاشعارات المخفية هيزهروا معايا وعندنا اختيار القائمة لو انا اخترته اوتوماتيك هيزر لي كل الاشعارات بدون الحاجة اللي انا اعمل اي حال راحنا دلوقتي لو جينا بس فتحنا دلوقتي مركز الاشعارات الاول انا هفتح بس مركز التحكم او بس ال هتلاحظوا ان هو في مركز الاشعارات تحديدا مش على شاشة القفل بيفتح حالك في شكل القيمة هتلاح الاشعارات عندك زهرة بالشكل ده اما بقى لو انا عايز ابدل بشكل سريع ما بين الاشكال الاشعارات من الحاجة اللي انا اخش على الاعدادات وبعد كده الاشعارات واختر الوضع فانا كل علي ان انا اقف على ايه اشعار فيهم مسلا ده هقف على ايه واضغة ضغطة اولى والتنية مطولة واسحب سحبها سريعة من فوق لتحت هيحولني الوضع المكدس او الحزم المكدسة سحبة كمان هيوصلني لقسم العدد او وضع العدد نوع يارد لي بس عدد الاشعارات مش يارد لي الاشعارات كلها فهي دي الفكرة من وضعك عرضك ها اللي بيكون في بداية الاشعارات نوع بيزبط لك بس طريقة عرض الاشعارات على شاشة القفل لكن في مركز الاشعارات هي بتبقى بشكل افترادي على وضع القائمة نكمل برضو في الاشعارات اختر الطريقة القائمة اختر الطريقة ملخص مشتول عندنا حاجة اسمها ملخص مجدول لو انت شايف ان الاشعارات بتاعة الجهاز عندك مزعجة شويتين فانت تقدر ان انت تتزبط معاة الصبح ومعاة بالليل توصلك في الاشعارات بتاع التطبيقات معينة بمعنى انا مسلا حاجة زي الاشعارات اللي استواصلني دلوقتي من تطبيق الاختصارات انا مش عايزه مسلا يوصلني مع كل اجراء مسلا او مع كل حاجة يعملها يوصلني منها اشعار يوصلني على الجهاز فبدل ما يرد يبعث لي اشعارات مسلا على مضرر يوم لأ انا عايز مسلا الساعة سبعة يزهرون لملخص يعرض لي فيه التطبيقات اللي انا محددها في الاختيار ده لما اجي فعله دلوقتي تمام هعمل التشغيل تمام هيبدأ يقول لي اختار التطبيقات اللي انت عايز تضيفها في ملخص الاشعارات ده ولما انا اختار التطبيقات دي في الموعيد اللي انا حددها هيوصلني اشعار كده على الشاشة يقول لي ملخص الاشعارات جاهز لما اضغط عليه هيعرض لي اشعارات التطبيقات دي اللي وصلتني على مدار اليوم بدلا ما تكون عندي عادة توصلني على طول اليوم وبتسحم لي مركز الاشعارات فهي دي الفكرة من ملخص الاشعارات مش عايزين بس نتكلم عنه بالتفصيل لكن هو بسيط جدا انت اول ما تفعله هيقول لك حدد الاوقات اللي انت عايز يوصل لك فيها الاشعارات واحدد التطبيقات وهيوصلك هيزهر لك برضو مركز عفوا الملخص في المعادة اللي انت تحدده بدون اية مشاكل تمام انا ما عملتش في اي اجراء فهو توقف تاني نكمل في اختيارة الاشعارات تمام ازهار المعينات تمام هنا لو ضغطنا على الاختيار ده هيكون عندنا تلت اختيارات دائما في حالة فتح في حالة فتح القفل ومطلقا فكرة المعاينة دي ايه لو انا وصلني اشعار هل انا عايز محتوى الاشعار ده بيكون ظاهر على طول لو انا اخترت دائما فيبقى محتوى الاشعار ده ظاهر حتى لو انا قافل للجهاز لو حد نسك جهازي مثلا هيقدر يقرا محتوى الاشعار ده سواء كانت رسالة واتساب او رسالة مثلا عادية او غيره ولا عايزه مثلا عند فتح الايفون لو انا فتحت الجهاز سواء انا عامله فتح اي دي او فتحته هل محتوى الاشعار يظهر لو انا كنت بس مختار عند الفتح ولا مطلقا سواء انا كنت فاتح الجهاز افله انا مش عايز محتوى الاشعار يظهر عايز بس يوصلني اشعار يقول لي مثلا رسالة جديدة على واتساب مش عايز اكتر من كده المحتوى الرسالة انا لما اخش على الاشعار نفسه ابقى اعرف المحتوى لكن ما يبقاش ظاهر لي المحتوى على الشاشة فهي دي الفكرة من وضع العرض ده او ازهر المعينات طبعا محتوى على في حالة فتح القفص بحيس ان انا لو كنت اقفل الجهاز ما يزهرش حاجة مجرد ان انا افتحه بالفيس اي دي او اي دي ازهر لي محتوى الاشعار عندنا هنا اختيار اسمه شاركة الشاشة لو انت من الاشخاص اللي هم بيعملوا نقل لشاشتهم او بيعملوا بس للشاشة بتاعتهم على مسلا جهاز تلفزيون مسلا او سمارت تيفي هيا انت عايز الاشعارات اللي توصلك على الايفون تظهر على الشاشة ولا لا هي بتبقى اه شكل افتراض دي متوقفة حيس ان انت لو وصلك اشعار وانت عامل بس للاشعارات او بس لشاشة موبايلك على اه السمارت تيفي ما تظهرش الاشعارات اه على الشاشة يعني بعد كده هيقول لك اختراحات سيري التطبيقات مسلا ساعد بترسل الحاجات اللي سيري مسلا تقتراحها عليك اني مش مهمة اول لان مش كتير من التطبيقات بتستخدمها عندنا بقى دي كده هيبدأ يارضلك التطبيقات كلها اللي عندك على الجهاز ويارضلك اعداداتها تعريبا نشوف اعدادات الاشعارات على اي تطبيق هي تقريبا كلها نفس الحاجة مفيش فيها اي اختلاف تمام فمسلا لو اخترت التطبيق ده هنا اول اختيار عندنا سماح بالاشعارات هل انا عايز التطبيق دي يبعتلي اشعارات اصلا او لا لو انا قفته مش هيبعتلي اطلاقا مش هيقدر ان هو يبعتلي اي حاجة لها علاقة بالاشعارات تمام هنا عندنا التنبيهات عنوان لو انا كنت افعلها طبعا هيزهر لي بقى الاختيارات دي اللاو اون سكرين او اللاو اون لوك سكرين يوصل بها للسماح على شاشة القفل لما كنت اقفل الجهاز هل عايز التطبيق ده لما يبعتلي اشعار يبقى ظاهرة على شاشة القفل ولا لا تمام هو بيبقى جاي متحدد عليه اللاو اون او نوتفكيشن سنتر بحيث لنا لو فتحت مركز الاشعارات زي ما شوفنا من شغية يظهر لي الاشعار اللي بعته التطبيق ده ولا لا لو عندنا اللاو اس بانر لو لاحزتوا لما بيوصل لنا اشعار بيظهر لنا الاشعار ده في بداية الشاشة خالص مكان البطارية والشابكة والكلام ده كله بيظهر لنا الاشعار ده فده يقصد به البانر او الاشعار يعني عايز لما يوصلني اشعار هل يظهر لي وانا مفاتح الجهاز باستخدمه يوصلني اشعار كده في فوق خالص ان وصلني رسالة مسلا من فلان على واتساب ولا لأ ده بقدر احدده من هنا لو انا شلت البانر ده او ان هو يبقى ظهره لي كبانر فمش هيظهر لي الاشعار وانا بستخدم الجهاز لكن ممكن لو انا اخترت الاختيار التانيين لو بتاع اللوكسكين والنوتيفكيشن سنتر فانا لو فتحت مركز الاشعارات او كنت اقافل الجهاز هيظهر لي الاشعار بدون اية مشاكل. انا مضى الشعار مؤقت. نعمة الاشعار تمام. يقصد بها موضوع البانر لو انا كنت اه مثلا وصلني اشعار من تطبيق معا انا عايز الاشعار ده يروح لوحده يعني بعد مسلا خمس ثواني عشر ثواني لو انا ما تفعلتش معاه والله يفضل سابت. لازم انا اللي ام حسفه عشان يقدر انه يختفي ويظهر لي بقية الاشعارات. فلو انا كنت انفعل الاختيار ده او عامله على دائما. او مستمر. فوالتالي لو التطبيق ده تحديدا بعتلي اشعار هيفضل سابت عندي هنا. اه. ومش هقدر اللي انا اعمل له استبعاد غير لما انا اقاف عليه وعمل له استبعاد. هيفضل سابت كده. اما لو اخترت متوقع انا مؤقت هيفضل مثلا لمدة خمس ثواني عشر ثواني وبعد كده يختفي وقاء نفسه طواما انا ما اتفعلتش معاه. تمام? مستمر. مرجع. اصوات تشغيلها. هنا بيقصد الاصوات. لو لو التطبيق ده بعتلي اي اشعار. هل انا عايز التطبيق ده لما يبعتلي اشعار ده بنغمة ولا لا? يصل بها الاصوات. فمسلا لو انا التطبيق ده بعتلي اشعار انا مسلا مش عايز يوصلني كصوت او يوصلني بصوت. لان عايز الاشعار يوصلني صامت وانا لما افتح الجهاز او لما كن مسلا بستخدم الجهاز ما يعودش مثلا يظهر لي نغمة ان فيه اشعار جديد ووصلني. شرات. شرات. يقصد بالشارات دي اللي هي لو احنا مسلا روحنا دلوقتي هنا على بالشاشة الرئيسية. مسلا هنا على الرسائل. تمام ده عدد الرسائل اللي انا مش قرأها. ده يقصد بها اشعارات. انه انت واقف على التطبيق من بره. هل يعرض لك عدد الاشعارات اللي انت ما اردهاش ولا لا? هي دي الفكرة من كلمة اشعارات اللي بيتلاقيها. انا مسلا مش عايزه يظهر لي العدد الاشعارات اللي انا مش قريها اقدر ان انا اقفلها. فبالتالي مش هيظهر لي على التطبيق ده من بره ان فيه اشعارة وصلانة. تمام? نرجع للاعدادات. تمام? مظهر الشاشة الرئيسية عنوان. هنا بيقول لي انت عايزه ازاي على الشاشة الرئيسية? تمام هنا بيقول لي هل انت عايزه لما تكون فاتح الجهاز يوصلك كمعاينة ولا لا? زي ما احنا شوفنا من شوية فكرة المعاينة. فانا ممكن بدل مسلا ما خليها اه لتطبيق معين او مسلا خليها لكل التطبيقات ان هي تبقى مسلا وانا فاتح الجهاز لا اقدر مسلا خلي التطبيق ده تحديدا ويوصلني اشعاراته او تبقى محتوى الاشعارات ظهر دايما. فلو مسلا التطبيق ده انا مش محتاج ان انا كل ما اجي افتح الجهاز يقول لي مسلا اشعار من تطبيق ارقام مسلا احنا بنجرب عليه دلوقتي. فانا لازم افتح الجهاز عشان انا ادرى ارى المحتوى بتاعه. لأ انا عايزي التطبيق ده تحديدا لما يبعت لي اشعار من غير الحاجة لانا افتح الجهاز انا بقول لي علي ان انا بس امسك الجهاز مش محتاج ان انا افتحه اضغط هيعرض لي محتوى الاشعار بدون اية مشاكل. تجميع اضغار المعاينة في حالة فتح القفل. تمام? وادر اضغط عليها وعدلها. تجميع الاشعارات تلقائية. هنا بيقول لي تجميع الاشعارات. هو تلقائيا الايفون لما بيوصل لك كذا اشعار من تطبيق واحد بيجمعها لك في مكان واحد. تمام? فبيجمعها لك في مكان واحد بحيس ان انت لما تيجي اه تتصفح مركز الاشعارات عندك ما يبقاش مزعج بالنسبة لك ان كل شوية يوصل لك اشعار مسلا من تطبيق كل مسلا تتحرك يظهر لك اشعار مسلا من تطبيق ارقام. تمام? فهي دي الفكرة منها. ان انا اجمعها كده في جروب واحد انا عايز عرض كل الرسالة من الجروب ده او كل الرسالة من التطبيق ده هضغط عليها فاردهايس لستة طويلة كل الاشعارات. تمام? فدي الفكرة من التجميع التلقائي. تمام? لو رجعنا هتلاقي ان الفكرة متطبيقة في كل التطبيقات. بس انا عايز بس اراح معاكم التطبيق الرسائل التحديدا. تمام? هتلاقي نفس الاختيارات. هتلاقي حاجة عندك مختلفة في بعض التطبيقات مش هتلاقيها على كل التطبيقات اسمها التسليم الفوري دائما. تمام? هتلاقي فيها اختيار اشعارات العجلة. يتم دائما تسليم الاشعارات العاجلة طورا وتبقى على شاشة القفل لمدة ساعة. تمام? هنا بيشرح لك الاختيار ده لازم يتوقع. ده باختصار الاعداد ده هيفيدني في ايه? او اللي هو الاسعارات العاجلة. لو انا مسلا مفاعل حاجة زي التركيز اللي انا كنت فاعله من شوية. ومسلا في حد بيبعث لي رسالة على تطبيق الرسائل. ورسالة دي تعتبر مهمة. فهو هيبعث له تطبيق رسائل يقول له ان انا مفاعل وضع التركيز ومش عايز ازعاج حاليا. فهو اوتوماتيك هيقدر الشخص ده ان هو يعمل عملية تخطي لوضع التركيز لو هي رسالة مهمة. ويقدر ان الايفون يقول لي انت وساطك اه اشعار عاجل من فلان. تمام? قادر ان انا اقرأ من غير حاجة اللي انا وقف مسلا وضع التركيز او بدون حاجة ان هو يفصلني يعني. كمان برضو وضع الاشعارات العاجلة ده بيبقى من خلاله لو مسلا اه انا محدد اشخاص معينين في وضع التركيز. على فكرة دي شرح مفصل على قناة الايوز قبل لو عايزين تعرفوا عنه اكتر يعني وضع التركيز. اه لو انا محدد اشخاص معينين. هل عايز الاشخاص دول حتى ما انا مفعل وضع التركيز ده يتخط وضع التركيز ده ولا لا? فهي ده اللي يقصده بالاشعارات العاجلية. اشعارات لو انا مسلا عامل الجهاز صامت مسلا او عامله في وضع تركيز معين بحيث ان الاشعارات دي ما توصلنيش. الشخص اللي بيرسيني يقدر يعمل عملية تخط الوضع التركيز ده ويزهر لي الاشعار عادي على مركز الاشعارات. تمام? لكنه دادما تسليل التنبيهات. وطبعا تقدر تطبع ده على اكتر من حاجة مش بس لو حد بعت لك بسالة. لو مسلا في تطبيق تاني مسلا بتاع صلوات وانت عامل مسلا جهازك عدم الازعاج. التطبيق الصلوات ده يقدر ان هو يبعت لك الاشعار ويوصلك النغمة بالاشعار ويفضل تثبيت لك على في مركز الاشعارات ومركز الاشعارات وانت قفل الجهاز حيس ان انت يوصلك تنبيه على طول يعني ده بحددها التطبيع. لو تصنزعج منه تقدر طبعا ان انت توقفها من اشعارات التطبيق من هنا. انه انت توقف إشعارات العجلة وتتوقف مع عجلة فده كل اللي عندنا في قص الإشعارات حد عنده أي استفسار قبل ما نكمل أولي نفتح لوم المايكورت بس دي أهو وعلي من دي أهو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العفو قبل محاضرة الأستاذ أحمد شرح بأن إحنا يعني ساعدنا بالأندرويد إذا مثلا نريد أن نتهجل مثلا الكتاب والحق للنص بالكلمات يعني هو صاير على الأحرف يعني إذا نريد أن نفر الدوار على الكلمات يعني إلا نفر بالدوار يا الله يطلع لنا الكلمات يعني يبقى ثابت على أحرف تمام يبدو تبقى لها علاقة التطبيق لها من نستخدمه أو ساعة واحنا من أثناء الاستخدام أو أفلنا الفويس أوبر أو فتحناه هو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في نفس الوقت العنصر اللي يبقى في الأول خالص لأنه لو قفلت الفويس أور وفتحته هيبقى واقفة على عنصر ده حد عندها يستبصر تاني ولا نكمل إذا حبيتك فاتحة معي تفضل يسألي أستاذ هيدا يعطيك العافية الله يعافيك لو سمعت أنا بدي أسألك أنا هلأ لما أكون فاتحة تطبيق ما بجيني إشعارات إنه أجاني إشعارات يعني هاي فترة يعني بيجيني إنه أجاني إشعارات فترة بتسكت لحالها يعني إذا كنت تبقى حلها عادة تغغيل آيفون نعم بس هو ده الحل الوحيد يعني دي ساعة متشكلة فلا بتظهر بيبقى الحل الوحيد عادة تغغيل الجهاز عشان تبقى الأشعة توصل كما هي آه أوكي يعطيك العافية الله يعافيك أستاذ يوسف لو سمحت تخطي وضع التركيز بدي يكون من قبل المستقبل أو المرسل هي بترجع للتطبيق في البداية لكن لو هنتكلم مثلا عن تطبيق الرسائل فهي بتبقى مطروكة للشخص اللي بيرسل الرسالة للمرسل أيوا يعني وين بيجي هذا الخيار يعني مثلا أنا لو جيت دلوقتي بعت رسالة على تطبيق الرسائل لنفسي تمام هيوصني إن الشخص اللي أنت بتحاول ترسله مفاعل وضع التركيز فأنت تقدر أن أنت تتخطى بأن أنت مثلا تكتب كلمة عاجل فلو كتبت كلمة عاجل ثماتك التطبيق الرسائل هيبعث بقى الشعار جديد ويقوله إن خلاص ده الشعار يعتبر عاجل يقدر أنه يتخطى وضع التركيز يعني بدي يصير يبعث رسالة كأنه مرتين مظبوط يوسف يوسف فيه سؤال من الأستاذة بتسأل أو عاوزاك تعيد موضوع إنه هو الحزمة المكدسة والقائمة طب تمام ماشا سريع ماشا عندنا أول لما نخش على قسم الإشارات عندنا في البداية زي ما قلنا الحزمة المكدسة القائمة والعدد تمام؟ الاختيار ده هيبقى تأثيره الوحيد وإحنا في نجاز أو وإحنا في شاشة القفل لكن التأثير اللي مش هيبقى واضح عليه هو مركز الإشارات لأنه أوتوماتيك بيقى فاتح ووضع القائمة فأنا مثلا دلوقتي مختار على مثلا اختارت حفظ ما مكدسة تمام؟ فتحت مركز الإشارات تخطى الإشارات الأول تمام؟ تمام حفظ الأقلب تبقى الإشارات كلها زهرة عندي عادي ففتح دلوقتي الصمرة تمام؟ هفضل أقلب أريد الإشارات عادي ده لأنه في وضع القائمة طب أنا عايز مسلا أقلب من وضع القائمة اللي هو بيكون آخر وضع عايزي ينتقل للوضع اللي أبله اللي هو بيكون وضع حزمة مكدسة تمام؟ فقط وضغط أولى والتانية مطورة واسحة بتاعة تمام؟ فهو دلوقتي عمل ايه؟ عمل لي ساحب الأول عشان يقللي عدد الإشارات شاحب تاني هيبدأ برضو أنه يقللي عدد الإشارات هضغط تاني واسحب ضوجنا بصنها دلوقتي ودلوقتي بقى في وضع بقى في وضع الحزمة المكدسة بقى أنه عرض لأول إشارين والباية بيقول لي أو عرض الإشارات عشان ينزلل للباية عايزي نروح بقى لوضع العدد نوية عرض لي بس عدد الإشارات فضغط أولى وتاني وطولة تاني واسحب هيقوم عرض لي بالشكل إن هو يكون أرقام هكذا دخلني في وضع التعديل نعيد تاني تاني كم مرة المهمة يعني أنه نحن بلنعمل الحركة دي هو دلوقتي بس قاعد يوصلني إشارات فمش قادرين نعملها بالشكل المطلوب هيبدأ أنه يريد لي عدد الإشارات بشكل إجمالي مش هريد لي محتوى الإشارات يعرض لي مثلا أنه يتوصل لك واحد وعشرين إشار لو ضغطت عليه هينتقل لي من العدد للحزمة المكدسة هضغط على عد الإشارات هيعرض لي من الحزمة المكدسة للقائمة طبعا هو بالشكل عام المحتوى أو الإعداد ما بيتغيرش من داخل الإعدادات الإشارات ما بيتغيرش الإعداد اللي أنا بيكون محدده لأن ده بيكون الوضع الإفتراضي لكن الفكرة إن هو بيكون زي ما تقول قايمة مثلا ورابعة بس هو النقطة هنا إن إن الفويس أوفر ما بيقولش إن 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 هو تحول المكدسة أو الرقمية أو كده ولكن هي أنت بتلاحظه أنت بتصفح الإشارات بالضبط الملاحظة بتكون أثناء التعامل فقط إنما نحن عشان نفعلها وتأثرها نحس بي فقط في قفل الشاشة من داخل الإشارات صح كلا؟ مضبوط مضبوط تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحين أنا هل أنماط التركيز لها عدد معينة مثلا مثلا نقول حطينا مثلا أربع أنماط التركيز خلاص تكفي على كده ولا أقدر أزيد لا لا تقدر تزولي عادة هو ملهوش عدد ولكن زي ما بتفضل أخويا يوسف إن في شرح مفصل لي على حلقتين على خلطنا على اليوس أبل كانت شرحة الدكتورة ولا شكرا لاتك العافية ما تكسرون والله أظن نبقى كده نكمل هتكمل ولا نكمل هتدخل على أي دلواتي دلواتي لا توجد أحداث اليوم نحن نشوف أعمل بس فوكس عندك عدينا الأصوات والحس النمسي تمام ماشي كمل لغات الأصوات والحس النمسي وأنا كمل نكمل بقى الأصوات والحس النمسي ده اللي من خلاله نقدر نغير نغمات الجهاز كلها سواء بقى نغمة الرانين نغمة لما يوصلنا أشعة رسالة جديدة لما يوصلنا بريد جديد وغيرها لما نضغط عليها كده صوت سماعات الرأس عنوان عندنا في البداية اختيار اللي هو صوت سماعات الرأس اللي أنا كنت من الأشخاص اللي هو بيوصلوا سماعات في التليفون أضروا بفعل بعض الحاجات لأفاظ على السمع استخدام سماعات الرأس بأمان اللي هو يكون اسمه اختيار استخدام سماعات الرأس بأمان لو ضغط عليه اشعارات سماعات الرأس متوقنة أنا عندي اختيارين عندي اشعارات سماعات الرأس اللي أنا لو كنت من فعله وعليت صوت السماع بشكل كبير مثلاً أكتر من مرة والآيفون لاحز الموضوع ده بيتكرر لمدة سبعة أيام أوتوماتيك هيبدأ أنه يعمل limit على الصوت عشان ما يضيقش وداني أو ما يأثرش على المدى الطويل على السمع خفض الأصوات المرتفعة انه هو برضو بيعمل limit معين على الأصوات بحيث انه هي ما تأثرش برضو على السمع بس انت ده انت اللي بتحدد ده يكون قد ايه مسلاً سبعين هيرتس ولا غيره تمام استخدام سماعات الرأس بدأ بالنسبة لاختيار سماعات الرأس هنا عندنا sound volume او مستوى الصوت ده اللي يقصد به بتاع نغمة الرانين لانا لو هو دلوقتي معمول على مية في المية ادرى لانا مسلاً لو عايز لما الجهاز يلين يبقى مسلاً على نسبة اقل مسلاً من صوت الجهاز كله فادرى لانا اوطيها من هنا او دلوقتي معمول على مية في المية لما اجي ارفع او او اوطي الصباع كده بشكل سريع على الشاشة هتلاحظ ان هو بيبدأ يديني نغمة عشان يقول لي هل ها ده لنا المستوى الصوت اللي انت عايزه او اللي عايز اعلى اوطي تمام فلو جيد سحبت دلوقتي سعينة في المية هيديني كأنه بيرن تمام بيقول لي انت عايز المستوى ده ولا لأ مسلاً عايزه مسلاً مية في المية فاسحب داني بيديك زي تجربة كده او بريفيو يعرفك ان ده مستوى الصوت اللي هيكون عليه نغمة رانين الجهاز تغيير بالازرار متوقف تغيير بالازرار ده اهم اختيار اللازم توقفه ليه لان انت لو ما كنتش موقفه لما تيجي تعلي او توطي صوت الجهاز هتلاحظ ان برضو مستوى نغمة الرانين بيقلة ويوطى او يعلى معاك تمام فانت لازم توقف الاختيار ده بحيس ان انت مثلا لو بتتفرج على فيديو عايز توطي صوت الويس اوبر عايز تعليه الكلام ده ما يأثرش على نغمة الرانين النغمة الرانين دايما تكون عندك عالية لن يتأثر على مستوى صوت النغمات والتنبيهات باستخدام الماضي الحس اللونسوي والاسواب تمام وطبعا نفس الشيء مع الصوت الرسائل وغيره او الاشعارات النغمة الاشعار بشكل عام نغمة الرانين انعكاس نغمة الرانين دي باختصار النغمة لما حد يرن عليها قدر من هنا اضغط عليها مختار اي نغمة وقدر اني نعدلها وقدر طبعا ان انا اشتري نغمات لو انا عايز اقدر اشتريها من قبل بيفتح لكدا متجر متخصص للنغمات اقدر اشتري منه اللي انا عايزه طبعا بيكون مدفوع مسلا اعايز اغير مثلا النغمة دي فاضغط عليها هيسمعك النغمة وطبعا انت لو عملت رجوع هيحفظ النغمة دي وهنا بحد يرن عليك هيبقى هي دي النغمة الافتراضية تمام انا عايزها زي ما هي فاضغط عليها تمام هي دي النغمة الافتراضية الخاصة بالجهاز فدلوقتي لما حد يرن علي ده الصوت اللي هيطلع لو عايز اغيرها هافتر اي حاجة عامل رجوع هيحفظ التعديلات ونفس الحالة مع بعض الاشتراف نغمة الرسائل ملاحظة نغمة الرسائل نفس الشيء البريد الصوتي هو بصراحة موضوع البريد الصوتي دي يعتبر مش غالب الشكل المطلوب في الوطن العربي فما تشغلش بالك بعجدات ويعني نغمة البريد الصوتي سواء الوارد او الصادر نغمة الرسائل البريد الجديد لا شيء زري تطبيق البريد هنا تطبيق البريد الافتراضي هل انت عايز لما يوصل لك رسالة جديدة هل عايز يوصل لك نغمة معينة يعرفك ان انت وصلك رسالة بريد عادية مش بريد صوتي يعرفك ان وصلك حاجة اما تحدد على لا شيء تقدر انت تخش وتعدلها زي ما انت عايز البريد المرسل حفيف والبريد المرسل اللي انت لو بعادت رسالة يطلع لك نغمة خلاص تما رسالة للبريد ده بنجاح ولا لأ تنبيهات التقويم وتنبيهات التقويم اللي انت تحدث حاجة في تطبيق التقويم مسلا او اشعار معين ان هو يعرفك ان خلاص ان ان دلوقت هيوصل لك اشعار ده الخاص بالتقويم تنبيهات التفكير وتر مع تطبيق التفكيرات اللي بيكون على الجهاز لو انت كنت عامل تسكير معين وصلك اشعار منه هيطلع لك بالنغمة اللي انت تحددها من هنا استجابة لوحة المفاتيح تمام استجابة لوحة المفاتيح اللي انا لو بكتب على لوحة المفاتيح انا عايز اطلع لي صوت بس ولا صوت بس او اهتزاز فقط قدرنا انا خش هنا وحدد اللي انا عايزه اللي انا عايزه اسيبه متشغل ونعيز وقفه وقفه. الصوت تشغيل. وبيقى اشغال الصوت. الحس اللامسي تقدر بتوقفه وتشغله زي ما انت عايز. الحس اللامسي تشغيل. استجابة لوحة المفاتيح. صوت ترديل نمط الرمين شرطة ما. صوت القفل. تشغيل. هنا بيقول لك صوت القفل ان انت لو قفلت الايفون او حتى فتحته هل عايز ان انت ازهر لك صوت كده يعرف ان انت قفلت او فتحت الجهاز النغم اللي هي بتكون زي صوت قفل الباب دي. ترديل نمط الرمين شرطة ما الى الصامت. هنا بيقول لك انت عايز الصامت او يشتغل امتى? هنا انت عندك اختيارين. هنا لو كان الجهاز انت مش عامله صامت او مش عامله دايما يكون فيه مع اي اشعار يوصلك او اي يكون فيه اهتزاز مع اي اشعار يوصلك او اي مكالمة او غيره ولا عايزه بس لما تكون انت عامل الجهاز الصامت فهيشتغل معاك الاهتزاز من هنا. لو انت كنت انفعل بس على اختيار ان هو يشتغل في الصامت. لكن لو كنت مثلا مفعله في الاتنين ان هو يكون في وضع الرانين ووضع الصامت فبالتالي هيشتغل معاك في الحالتين. اه يعني هيشتغل مثلا لو كنت في الوضع العام او ان انت مش عامله صامت هيشتغل معاك الاهتزاز مع اي نغمة توصلك او اي حاجة. طبعا وضع الصامت احنا بنغيره او بنعدله من الزرار اللي بيكون فوق اه ازرار الرفع وخفض الصوت. اللي بيكون زرار اه فيزيكال او زرار زرار فيزيائي بيكون فوق زرار الرفع وخفض الصوت هتلاحظوا كلا ان في حاجة بتبقى برزة في الايفون تقدر ان انت لو نزلتها لتحت هتعمل الجهاز صامت رفعتها فوقها هيبقى جهاز مش همعمول على الصامت. انا بشرح لك بقى. النمط الصامت النظام تشغيل. انا زبزبات النظام يقصد بها اللي انت لو خرجت مسلا من تطبيق او دخلت او مسلا بتعدد النسبة معينة اهلت عايز الجهاز مسلا يقعد يعمل لك مع كل اجراء تاخده ولا لأ? طبعا ده مختلف عن اللي موجود في اعدادات اعدادات ده اللي بيكون مع اي حركة على الشاشة بيعمل اهتزاز لكن ده لا بيبقى في حالات معينة. مسلا لو انا بعلج صوت الجهاز بطيه بعمل مسلا بفتح الجهاز بالفيس اي دي او غيره ويعمل اهتزاز وغيره. تمام? تمام ده بشرح لك الاعداد زي ما احنا متعودين بيكون عندنا الاعداد وبعد كده جنبه شرح الاعداد. تمام? عندنا بعد كده وضع التركيز مش هنتكلم عنه لانه يعني قصة قصة اه اعداداته كتيرة زي ما قلنا عليه ليش ارحم وفصل على القناة. ايه شواني يوسف بعد اذنك. اه في وضع التركيز يا جماعة بس هقول بس نذى عنه عشان الناس تكون اه واخد فكرة عامة كده. وضع التركيز ده ابل عمله بحيث ان هو اه لو تفتكروا زمان كان في حاجة اسمها اه عدم الازعاج. انت بتكلم ناس معاش ايكون. اه انا جاي لك انا جاي لك في ازعاج. لا ابل انا قلت لك لا احنا هناخد عدم الازعاج ده لمستوى الوحش. تمام? مستوى الوحش ده اللي هو ان انت بتزدد كل اه اه وقت على حسب انت عاوزي يحصل عندك ايه بمعنى. انا مسلا اه دلوقتي عايز عدم ازعاج بحيث ان محدش يرن علي خالص. تمام? فما يوصلنيش اي اشعار ويوصلنيش اي مكالمة ويوصلنيش اه مش عارف كده. تمام? ولا انت مسلا بتذاكر فبيحط لك حاجة اسمها الوضع التركيز. التركيز بقى ده انت مسلا بتذاكر فما انتاش برضو عاوز حاجة توصلك او 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 او. بس كل حاجة ولها اعداداتها المخصوصة. تمام? او وضع النوم. اه حضرك هتدخل على السرير وخلص. فهو بيزبط لك اضاءة الشاشة مش عارف ايه بفلك الواي فاي او بيلغي بيانات معينة وهكزا. بيعمل شوية اعدادات في الايفون بحيث ان هي تكون مزبوطة لوضع النوم. وهكزا. وانت ممكن تعمل اوضاع خاصة بيك. يعني من جوة التركيز نفسه ده. ممكن تعمل اوضاع مخصصة انت اللي تصممها اه على زوءك. زي ما اتفقنا كل شوية اعيد وزيد ان هو مشروح بالتفصيل على القناة عندنا على اليوتيوب. وان شاء الله هنبعت لكم الشرحين او الحلقتين بتوع التركيز اللي هما صراحة فيهم تفاصيل كتير اوي اوي اوي. اه طيب يوسف اه احنا المفروض بعد كده عندنا ايه? قل لي وانا اكمل معك. مدد استخدام الجهاز? هنتكلم عنها. اه مدد استخدام الجهاز كنبزة عامة كده يا جماعة دي بنقول عنها ان هي خاصة انت استخدمت الجهاز ده قد ايه النهاردة او قد ايه خلال الاسبوع ده او قد ايه خلال الشهر ده. وكل تطبيق او مش مش كل تطبيق بقى كل مجموع تطبيقات. يعني انت مثلا استخدمت السوشيال ميديا قد كده. واستخدمت مسلا اه اه مسلا ايه اه تطبيقات القراءة قد كده. وتطبيقات الرياضة قد كده. تمام? فهو بيدي لك زي سامري او ملخص عام عن اه التطبيقات اللي حضرتك استخدمتها. دي بهم يعني بيقولوها علشان ان انت تراقب استخدامك للجهاز. بحيث ان انت لا تفرض في استخدام الجهاز. تمام? دي بالنسبة لموضوع اه. ما عندي بقى استضافة بسيطة كده عن طبعا انت تتحدد مدة معينة لاستخدامك للتطبيق او مسلا وقته معين يقفل في الجهاز او وقته معين بعديه ما تستخدمش فئة معينة من الطبيقات مش شرط الجهاز كل جهاز. مسلا تواصل اجتماعيزها بعد الساعة خمسة لا انا مش هفتح السوشيال ميديا. تقدر تعمل ده برضو من وضع آآ مدة استخدام الجهاز. اه. ودي كمان برضو اضافة كمان الكلام اللي بيقولو يوسف ان انت مثلا لو عندك اطفال تمام? وهم بيستخدموا اجهزة تانية غير جهازك من من خلال جهازك انت لو انت عامل اللي هو مشاركة عائلية. مشاركة عائلية برافو عليك ان انت تقول له لأ ما ما تشغليش الجهاز او ما تشغليش محتويات الجهاز من من الساعة كزا للساعة كزا او اسمح لي بيها من الساعة كزا للساعة آآ كزا. بعد كده. تمام عندنا بعد كده. عام. 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 وهنا سنسكت قليلا. نعم. وهنا سنسكت قليلا. كثيرا. طيب. يوسف هيدخل معي كده على عام يا جماعة وهنشوف الكلام الجميل بقى بتاع اول ما تدخل على عام حضرتك هتلاقي حاجة اسمها اباوت او حولة. تمام? اباوت او حولة. عام. سل للجوع. تمام. ايوة. لما بندخل عليها. بين الاول ما بندخل عليها بنلاقي اسم الايفون بتاع حضرتك. هل يا يوسف احنا بنقدر بنغير الاسم من الايفون ده? طبعا نقدر نغيره. نقدر نغيره. نغيره. يعني مسلا انا او الايفون بياخد اسمك. تمام? يعني بياخد اسمك انت من الابل اي دي انت اسمك احمد. فبيروح حطه هنا بيقولك ان انت احمد ايفون. فانت لأ ما بتحبش كده. انا مسلا بحب ان انا خليه سكر ايفون. فبرحتك انت تيجي تكتب هنا الاسم اللي رايحك. بعد كده صاحب يا يوسف. طبعا تغيير الاسم ده بيكون ليه تأثير على حاجتين على الهوت سبوت. او اللي لما انت تيجي تفتح نمط الضغم. اه وبرضو على البلوتوس. وفي نفس الوقت برضو على الابل اي دي. لما مسلا تيجي تشوف اقترد الاجهزة. ارد لك الجهاز باسمه اللي انت حطه طوله. مظبوط. نعم نكمل بقى. حول. اصدار. اسمه. الاسم. اصدار. اي او اس. سيكستين ثري. تمام. يوسف سابقنا بخطوة. هدي هو هنا على ال اي او سيكستين بوينت تريد ده التجريبي. ولكن هو ال اخر تحديث اللي هو ستاشر فاسطة اثنين. فهو بيقول لك اصدار الاي او اس كزا. وبعد كده. اسمه. ايفون 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 12 ايفون كزا. ايفون 14 برو ماكس اه وها كزا. تمام. عارف ما مبروكا يوسف. النموذج ده. النموذج ده اللي هو الرقم المميز للجهاز بتاع حضرتك. يعني الرقم بيميز جهاز حضرتك. تمام. بعد كده الرقم المدير. التسلسلي ده اللي هو بيسموه زي ممكن يكون السيريال مثلا. تمام. بيخليك ان انت مثلا تعرف ان جهازك ده مثلا اسمه ايه بالزبط ومسلا ان هو صناعته فين ومش عارف ايه وشوية تفاصيل كده. لو ضغطنا على دي او اللي قبلها بيدي لك شوية ارقام تانية. آآ بتقدر من خلالها ان انت تعرف جهازك ده اصلا كان موجه لانهي سوق. تمام. فما نخلي يعني ما نتخش رف التفاصيل كتير كم. صلاحية التغطية. يا عيني. آآ انتهت صلاحية التغطية دي. دي حضرتك لو شاري جهاز جديد. تمام. هيقول لحضرتك ان هنا في آآ الضمان بتاعك شغال من يوم كزا من ساعة ما فتحت التليفون. تمام. الى يوم آآ لمدة سنة في السنة الجديدة. يعني مثلا احنا مثلا النهاردة آآ آآ تلاتة ولا اتنين. النهاردة 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 للاتنين. يبقى النهاردة اتنين آآ يناير. تمام. آآ تلاتة وعشرين. آآ معرض نفترض انها فتحني التليفون النهاردة. فهينتهي مسلا واحد يناير اربعة وعشرين. بيكون لمدة آآ سنة. كم. ولما بينتهي ال� الضمان زي ما بيقول زي ما سمعنا عندي يوسف كده هنلاقي حاجة اسمها او الانتهت آآ التغطية. كمال يا يوسف? الاغاني صفر. يا دي? انتهت الاغاني صفر. الاغاني? ايوة. آآ الاغاني دي هو يقصد بها بالاغاني ديت اللي هي آآ مقاطع الصوتيات اللي عندها حضرتك. يعني انت مسلا عندك اللي هي موجودة على تطبيق الموسيقى الخاص بالايفون او اللي هو اللي نازل افتراضي مع الايفون. آآ هنا مسلا مش شرط ان هي تكون اغاني هي مقاطع صوتية بشكل عام يعني انت عندك كم آآ كم آآ مقطع صوتية. بعدها ايه تانية يوسف? ثمانية وعشرين. فيديوهات طبعا ديت برضو اعدد الفيديوهات الموجودة عندي. نفس الشيء السور. مزوط. مائة وثماني واربعين. الله اكبر. مائة وثماني وعشرين. آآ 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 يعني يوسف ما ما شاء الله يعني اللي كل جيجا آآ يعني اللي كل نص جيجا تطبيق. تقريبا. تمام? يعني هنا بيجيب لك مساحة التليفون قد ايه? وقبلها عندك كام تطبيق. ولو سحب يوسف كمان هيلاقي المساحة المتوفرة من الايفون كان. واللي او او اربعة وستين فاصلة اربعة. اه. اللي فاضل من. تمام? اه. بعد كده. انا بقى هلاقي شوية تفاصيل بقى اه وقف. هنا هلاقي شوية تفاصيل يعني هي ما تهمناش بشكل كبير. وممكن اللي هيهمنا منها اه اللي هي الاي ام اي او اه بس هو ده اللي هيهمنا فيها. لان ده الاي ام اي ده اللي هو بيبدأ بتلاتة خمسة في كل الاجهزة اللي خلق اللي خلقتها على وجه البسيطة. اي حاج اي جهاز اه الكتروني كمان بيكون ليه حاجة اسمها اي ام اي او اي ام اي بتبدأ بتلاتة خمسة. وكل جهاز بيكون اه او بيسموها البصمة بصمة الجهاز. تمام? فكل جهاز بيختلف عن الجهاز التاني بالرقم بتاعه. نسحب كده نشوفها يوسف. لوتوف اي. البرنامج الثابق. سايد. زف. ايت. 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 قفل شركة. بطاقة. الشبكة. شركة الاتصال. اي 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 اي. بيكونوا خمستاشر الرقم. اه يوسف عدى كده على شوية اه حاجات منها منها الشبكة وانت مثلا عندك شريحتين ولا شريحة والشريحة وكذا. تمام? فالامور دي كلها اه معلومات ليس الا. تمام? اه في حاجة تاني في الابوت يا يوسف ولا كده? ده خلاص. ده حاجات بسيطة يعني. ارقام برضي. كلها حاجات ارقام اه يعني مش هتهمنا بشكل كبير. تمام? نفرج من هنا. بس نتكلم بس عنها عن موضوع عنوان الواي فاي. ده يوصل به الماك الماك الادرس الاصلي بتاع جهاز غير اللي هو بيكون الماك ادرس او العنوان الواي فاي الوهمي اللي هو بيدي لشبكات الواي فاي اللي انت بتلقى عنها. ده يفيدك طبعا لو انت مسلا عايز تحزور الجهاز ده عن الشبكة دي او حاجة زي كده او تعمل تدبع للجهاز ده على شبكات الاي بي مش اكتر يعني. اه ببساطة ببساطة يا جماعة. الماك ادرس اه ده اللي يقصد به يوسف ان ان احيانا احنا برضو بعض الشبكات الواي فاي ما بتقدرش ان انت تنضم ليها الا بالماك ادرس. تمام? فده برضو بيفيدك هنا. انما هو ما هتلاقيه هنا فقط في المنطقة دي. انما في الواي فاي ممكن يكون وهمي او خاطئ. متغير. تمام? اه او متغير. تمام? نخرج من هنا بقى يوسف. تحديث البرامج زري. ممتاز. تحديث البرامج. تحديث البرامج دي اه طبعا دي اللي حضرتك بتقدر ان انت تنزل منها بتاعتك كلها من سواء كانت اي تحديث بينزل سواء فرعي او كبير بتلاقيه هنا ومن ضمن الحاجات ان هو ممكن تخليه تلقائي ان هو يتحدث تلقائيا او ان مسلا انت اللي تشك على بنفسك. لو دخلنا عليه كده يوسف انت عملها ايه? تحديثات تلقائية متوقفة زري. حال تحديثات تلقائية متوقفة يعني ان هو لازم يوسف يدخل هنا علشان يقدر يرى في تحديثات ولا اه لا. تمام? وبس وبعد كده بنلاقي ان ان هو ايه اه 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 او ان هو ايه ايه او ان هو تمام. وهيقول له ان هو ان جهازك لا يحتاج لتحديث. اسحب كده. اي او اس لا يحتاج الى تحديث. تمام. فخلاص كده هو جهازك لا يحتاج الى تحديث. اخرج يا يوسف? طبعا انت من هنا تقدر تحدث الاخر النسخة ما تقدرش مسلا ان ترجع لنسخة اقدم او كده. طبعا ده للناس اللي ممكن تسأل. تحدث الاخر النسخة متاحة عندك. مش مش حاجة قبلها. اه وما تقدر وتقدر توقف هنا يعني مسلا خلاص هو جالك تحديث خلاص يعني عندك استعداد ان انت تقول له لا ما تحدثوش وانا عايز افضل على التحديث ده. مصول. اه فده برضو من بتقدر تعمله من الان. بعد كده. الارسال السريع. الارسال السريع ديت اللي هي الاردروب. دي الاردروب. الاردروب اللي انت ممكن تبعت اي محتوى عندك سواء صور جهات اتصال فيديوهات مش عارف ايه. بتبعتها من اجهزة ابل لبعضها على طول. يعني انت عندك ماك عندك ايباد عندك ايفون. فبتبعت اه المحتوات اللي عندك على الجهاز من هنا الهنا. تمام? اه طبعا لها شوية ادادات واه احنا برضو لها شرحة بسيط كده عندنا على القناة. ممكن نبقى اه نزودكو بيه لو او لو حبيك. طبعا يا باختصار لو انت مسلا هاولت تشارك اي حاجة. مسلا تغطي تطبيق مسلا. هتغط على مشاركة. مشاركة. وهتلاقي عندك هنا. الامسال السريع. الامسال السريع. هتضغط عليه وهيرد لك الاجهزة اللي هتها وليك. وطبعا اه فيها اشوية ادادات من ضمن اهم اعداد فيها ان ان انت لازم يكون تكون محدد على جهات الاتصال مش اي حد. يعني انت تبعث لجهات الاتصال اللي على حضرك تعرفها مش اي حد يبعث. تمام? ايوة الادادات. ايوة. صورة داخل البث السريع والتسليم. دي البث السريع والتسليم اللي هي صح كده? مزغوط. والهاند اوف. مزغوط كده? مزغوط. اه. عشان بس المصطلحات المسامات. تمام. او اير بلاي. اير بلاي ده او معرفش اسمه ايه بالعربي? تاني. البث السريع. البث السريع. اه البث السريع. البث السريع ديت عشان حضرتك مسلا لو عندك اه اجهزة زي زي ما تفضل يوسف كده من شوية وقال ان انت عندك مسلا جهاز سمار تيفي ولا حاجة. ممكن اه على طول من هنا اه تبدأ اه او لو هي شغالة خلاص تبدأ تشارك الشاشة بتاعت حضرتك اه التلفزيون. او ان انت مسلا عندك اه اه اجهزة اه زي بيسموها ايه? اه اللي هي الهوم بود. الهوم بود. تمام? اه ديت بمجرد ما هي ما تربطها بالايفون. خلاص هي لازم لازم يكون البث السريع ديت شغالة. تمام? علشان اه تقدر اه تبث الموسيقى من داخل الايفون عليها. تمام? اه. اما الهند اوف اما الهند اوف دي اه خاصة بان ان انت تقدر تشتغل على جهازك الماك مسلا. وتكمل شغلك على الايفون او على الايباد. او لعكس ان انت مسلا بتكتب حاجة على الايفون. ومباشرة ممكن تلاقيها على اه الايباد او الماك. تمام? واللي بيحصل هنا بيحصل هنا مباشرة. يعني لانه بيكون في ما بينهم اه تكامل. تمام? نكمل. وطبعا لو كنت مسلا وصلك مكالمة هتتوصل على الجهزة التانية او مسلا وصلك رسالة اه اي محتوى اي حاجة موجود هنا او هنا. يعني استعمل نسخ من جهاز استعملوا لسخة على جهاز تاني. اه بزرعة. حلوة النقطة اللي يوسف اه ذكرها دي اللي هي انت خدت نسخة كلام من الماك مباشرة تقدر تعمله لسخة لسخة في الايفون مباشرة او العكس. فدي زي ما قلت دي من ضمن الحاجات اللي بيتكامل فيها الايفون او اجهزة ابل مع بعض. اتفاضل يا يوسف. صورة داخل صورة يعني هي اه خليها شغالة لان انت مسلا في اه بعض المواقع زي المواقع المواقع وليس التطبيقات بعض التطبيقات بتسمح بيها وبعضها لأ تمام اه ان انت تشغل المحتوى بتاعك كشاشة عائمة يعني ايه شاشة عائمة يعني ان ان انت تكون بتشتغل على التطبيق نفسه تمام او بره التطبيق حتى خالص على الايفون من بره والمحتوى شغال ما فيش اه ما فيش مشكلة ما يعمل لكش يعقل بتكون الصورة داخل الصورة ديت بتكون اه في اعلى اه في اعلى الشاشة من فوق وهنلاحظها حتى دلوقتي واحنا مشغالين لو لو معكوا ايفونات يا شباب اه هتلاقوها موجودة لما تخرج من الزوم هتلاقيها فوق على اليمين كده تمام هتلاقي قولك صورة داخل الصورة اه ده اه معناه ان المحتوى شغال وانت بتعمل اي اه حاجة تانية تمام بعد كده كار بلاي ديت اه اللي عندهم عربيات فيها اه بيسموها ايه اه شاشات بتدعم كار بلاي يعني انت مسلا اه تشغل اه حاجات على الايفون وتظهر لك مسلا على شاشة العربية او تظهر او بتسمع اه المزيكة بتاعتك من سماعات العربية او ان انت تتحكم في حاجات العربية كلها يعني دي حاجات اه يعني احنا ملناش علاقة بيها او يعني اي 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 اه طبعا بتكون مربوطة بالبلوتوث اه اه مساحة تخزين ايفون اه يعني هي بتكون بتفصل لك انت بتستخدم قد ايه من الايفون كان في المية وكل تطبيق واخد قد ايه بالزبط من مساحة الايفون الاجمالية بس هو هنا بيدي لك المساح يعني هو بيدي لك مثلا اه انت عندك تلاتين في المية تطبيقات وخمسة في المية مش عارف اي او اس يعني نظام وكذا صور اه بس هي يعني انا مش حاوز يسوف يدخل عليها لان هي كبيرة اوي وان هي بتاخد وقت على ما تحمل واتجمع بتاعتها يعني خصوصا في الايفون 11 بتاخد شوية وقت فا آآ يعني اخد فكرة عنه آآ 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 قبل ما جيلك 14 Pro Max. كامل يا يوسف. آآ سح صح. ناش. تحديث التطبيقات في الخلفية. تحديث التطبيقات في الخلفية دي كنا اتكلمنا عنها في أثناء كلامنا كده مع يوسف تقريبا في مرة ان تحديث التطبيقات في الخلفية دي ان حضرتك مثلا تطبيق زي مثلا نقول الفيسبوك لو هو بيعمل تحديث المحتوى بتاعه في الخلفية بمجرد ما تدخل على الفيسبوك هتلاقي ان المنشورات بتاعتك تغير بمجرد ما خرجت ودخلت كل شوية هتلاقي المنشورات او المحتوى بتاع الفيسبوك تغير في حال ان انت موقفها وممكن توقفها وده يعني ينصح بيه علشان البطارية وكده فهتضطر ان حضرتك كل ما تخش تطبيق بيستغل الميزة بيه ان انت تحدث المحتوى بتاعك بايدك ويكون مثلا زي الفيسبوك اللي احنا اتفقنا ان هو موجود هتخش مثلا عشان تقرأ منشوراتك فلازم تسحب بثلاث سابع من نص الشاشة لتحت عشان يتحدث معك المحتوى ويتغير الحاجات اللي بتظهر وبرضو ده بنشوفه في يعني حيانا مثلا ما بيظهرش الابديتس بسرعة فلو انت عامل تحديث تطبيقات في الخلفية تشغيل للاب ستور اتلاقي التطبيقات بتاعتك بتاعت التحديثات ظاهرات مباشرة تمام بعد كده الوقت والتاريخ زري الوقت والتاريخ دول اللي هو ممكن تزبط منهم الوقت والتاريخ خلينا ندخل نشوفها لان نبص عليهم بصة سريعة كده بالهي الوقت بتنسيق اربعة وعشرين ساعة متوقع اه تنسيق اربعة وعشرين ساعة يعني تخلي بدل ما هي واحدة صباح وواحدة مساء ومش عارب ايه ترتاشر واربعتاشر وخمستاشر الى ثلاثة وعشرين وبعد كده تمام ساعة السفر اه بعد كده الاعداد تلقائيا تشغيل اه الاعداد تلقائيا ديت اللي هي ان تخلي الوقت والتاريخ يتضبطه مباشرة ما 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 تلعبش فيهم انت الايفون هو ليزبطهم لك اه 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 بالضبط دي بيخليها شغال في حال زي ما قال يوسف كده ان هو ما في حال ان حضرتك سفرت هو يزبط لك الوقت والتاريخ في الدولة اللي حضرتك لوحظها او لو انت مثلا في دولة بتغير توقيتها من فترة للتانية يعني الصيفي والشتوي وكده فاحيانا الايفون بينسى انه ان ده حصل فبتضطر ان حضرتك تغير الساعة بايدك يعني فبتوقف للاختيار عندك ايه تاني هنا يوسف مالش المنطقة الزمنية القاهرة معتم المنطقة الزمنية دي طبعا بتغير منها المنطقة تمام خلاص اخرج من هنا يوسف لوحة المفاتيح سري اه لوحة المفاتيح دي يا جماعة اه فيها اه كلام لطيف لطيف خلني نشوف فيها ايه دي لو دخلنا عليه ثلاثة سري يوسف هنا عمل تلات لوحات مفاتيح يعني ايه تلات لوحات مفاتيح يعني لغة عربية ولغة انجليزية والايه يوسف الاموجي تمام فالاموجي دي لوحة انت ممكن تلغيها او ان انت تضيف كمان لوحة عليهم يبقوا اربعة مثلا لو حضرتك مثلا بتتكلم اربع لغات فرنسي وانجليزي وعربي فممكن تضيف كمان واحدة من هنا لو دخلت هنا هتلاقي اضافة لغة او اضافة لوحة مفاتيح تمام اضافة لوحة مفاتيح جديدة تمام اهيت خلاص هتدوس عليها ويغير لك ويضف لك لوحة مفاتيح جديدة باي لغة حضرتك تختارها من اللي بيدعمها الايفون وطبعا تقريبا بيدعم كل لغات استبدال النص ده كلام غاية في الجمال انا كل يوم بكتب ايميلي للشور وكل يوم بكتب بسم الله الرحمن الرحيم صباحا فبدل من كل شوية اكتب باسي ميم الف لام لام ها واو واخد وقت اخش هنا تمام هيقول لي اكتب العبارة تمام العبارة اللي هي اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وايه الاختصار اللي حضرتك عايزه يكون موجود مثلا انت عامل اختصارات يا يوسف انا انا اه طيب اه طيب ايوه ممتاز مثلا زي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل من انا هكتب الى العبارة كلها باختصارها بالف وليكن مثلا يعني على حسب ما حضرتك تحب حضرتك حابب ان انت تختصرها بالف لام سين او الف سين او الفكرة اللي تيجي على حضرتك تعملها تمام اه اه هي لها شرحها قناة اه هي لها شرحها قناة تقريبا ولا لسه ما ترفعش تقريبا لا الاستاذ ضحى ايوه ايوه اه 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 مرفوع ويمكن نبعطه برضو لو حبي تمام نخرج من هنا يوسف عنوان استبدال النص لوحة مفاتيح اليد الواحدة متوقف زري اه دي في حال ان حضرك بتقدر تستخدم الكيبورد بيد واحدة تمام ودي مش مهمة يعني ودي دي على فكرة الشباب بتكون اقرب للناس اللي هما لقدر الله في ايديهم مشكلة فبتقرب المفاتيح ليدهم اللي هي بيستخدمها تمام يعني هما مثلا لو بيستخدم ايد واحدة فقط بيقرب يعني بيقول له انت هستخدم ايد اليمين ولا الشمال تمام فبيقرب له اللوحة بيضمها له شوية ناحية الشمال او ناحية اليمين على حسب ايده اللي بيستخدم بها اللوحة كامل يا يوسف هنا بقى شوية ادادات لازم ناخد بالنا منها التصحيح تلقائيا ده يا شباب وقفو تمام لانه بيعمل مشاكل يعني ممكن انت بتكتب كلمة يكتب لك يعني احنا بنكتب عامي فهو يكتبها لك كأنك بتكتب لغة عربية فصحة يكتبها لك حاجة تلتة خالص مش تانية حتى تمام فيكتب لك كلام مش منطقي تمام فيفضل هي تكون وقفة كاملا يوسف تدقيق الاملاقي تشغيل والله التدقيق الاملاقي يعني هي مش مش دقيقة في شغلها ولكن في العربية تحدي يعني خليها شغلة خليها شغلة لان هي في اللغة الانجليزية بتكون لطيفة يعني في اللغة العربية احنا نتخرف ولكن في اللغة الانجليزية الآية التنبؤ 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 دي يا يوسف لازم تؤقفها بقى شخصي ولا اه لا ده التنبؤ دي اللي هي عفوا عفوا التنبؤ دي اللي هي ان انت بيكتب لك فوق اللوحة المفاتيح مثلا انت بتكتب باسم تمام فهو بيرحطتلك فوق كده انت عايز تكتب باسم الله الرحمن الرحيم ولا مثلا مثلا بتكتب ان انت صباح يقول لك صباح الفور يجيب لك فيس كده فيس كده هو الفيس والشمس بتغرق 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 تمام دي نقطة نقطة تانية ان هو مثلا الكلام اللي بيتعود منك على كلام معين فكل شوية كل ما تكتب اول حرفية من الكلام اللي بتكتبه مباشر فهو بيجيبه لك فوق اللي واحدة نفتيح تضغط عليه كتاب عنه تمام كامل يا يوسف الترقيم الذكي والتشغيل الترقيم الذكي يعني هي ممكن تخليها تشغيل وممكن تخليها ايقاف لان هو بيقصد بيها العلامات الترقيم تمام ان هو يحط لك فصلة يحط لك نقطة يحط لك مش عارف ايه كامل معاينة الاحرف متوقف معاينة الاحرف ديت اللي هي يا يوسف انا مش فاكلة بصراحة معاينة الاحرف ان هو يجيب لك جنب الكيبورد كده زي ما كاني اريد لك فيه الحرف بالذات هي الاحرف الاخر حرف انت كتبت تحديدا تمام كمل يعني حاجة لها لغة بالكتابة بالفوناتيكس تشغيل الالت ايه لأ معاينة الاحرف متوقف اختصار النقطة اه اللي هي ان انت بتدوس مرتين بسرعة على على مزبوط اه لو دست مرتين بسرعة على او للمسطرة او اللي هي المسافة يعمل لك نقطة تمام تمام تمكين الاملاء دي احنا انا اه قلتلكم عليها في في احد المحاضرات ان لما حضرتك بتعمل تمكين الاملاء ده خلاص بتقدر تعمل املاء باي لغة حضرتك ضيفة تمام سواء انت بتتكلم انجليزي عربي فرنساوي مش عارب ايه تمام فهو مباشرة بيعمل لها بياخد الاملاء يعني صوتك بس لازم بتكون بتتكلم ببطء شوية وياخد الكلام اللي حضرتك بتقوله ويكتبو وطبعا زي ما قلت ان هي لا تدع ليس لها علاقة بالانترنت بتشتغل بدون نت نكمل ايش دي علاقة باللغة الانجليزية لا خاتت ملي بالاملاء يعني اه اه هنا لغات الاملاء بقى هو بيقولك ايه اللغات المدعومة في الاملاء نكمل يتوفر ادراج علامات التقيم تلقائيا باللغة الانجليزية البدء باحرف كبيرة تلقائيا تشغيل اه دي لما تيجي تكتب مسلا اسمك مسلا بيقولك قبل ما تكتب بحرف الايه مسلا عندي يقولك كابيتل ايه على طول هو احنا عارفين طبعا ان هو من قواعد اللغة الانجليزية ان الجملة تبدأ بحرف كابيتل فهنا مباشرة هو ايه لك ان هو يبدأ الكلام بالكابيتل او بالحرف الكبيرة فهي تشغيل تشغيل هي هي حلوة في السريع للسريع بزيادة على الكيبورد وهي مخصصة اكتر للغة الانجليزية بمعناه ان هنا انت بتشدي ايدك بسرعة 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 على الخروف بحيث ان انت تكون سريع على كتابة على لوحة المفاتيح وتكتب الكلام بشكل سريع ولكن هي بصراحة يعني معنا احنا كما كيفين بتبقى متعب عنوان ملسقات الملسقات والتشغيل دي خاصة بالامو جي والملسقات والحاجات اللي هي اللي احنا عارفينها اللي زي الاموجيز والستيكرز والستيكرز ايوان عمرها دور عالي والستيكرز اللي احنا بنشوفها في كل التطبيقات يعني فيه انا اطراح ما بحبها رأس كده خلص فاحنا كده خلصنا لوحة المفاتيح اللي فيها شغل كتير بعدها الخطوط الخطوط ديت الخطوط اللي بيكتب بيها او اللي هي بتقرأ على الايفون يعني اه شكل الخط نفسه تمام فطبعا احنا ملناش علاقة تفضل يسر اللغة والمنطقة اللغة والمنطقة اللغة والمنطقة ببساطة اللغة الجهاز اللي حضرتك عاوز تكون عليها جهازك تمام يعني هنا اه لو دخلنا عليها وقلنا انا عاوز لغة الجهاز عندي تكون عربي او انجليزي او مسلا عاوز تضيف لغة تالتة كمان بحس ان هو يدعمها في حال ان جاء 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 الكلام موجود يعني مثلا انا اه بستخدم على طول ايطالي مثلا تمام بس بستخدم التليفون اصلا انجليزي فانا ممكن اضيف الايطالي بس كاضافة فقط مش مغيرش التليفون كله للايطالي بحيث ان هو التليفون لما يشوف الايطالي يتعرف عليه من غير مشاكلية تمام اه في الاصدارات الاقدم من الايو اس كانت تغيير لغة الجهاز بطريقة ودلوقتي في الايو اس 16 بطريقة تانية ولكن هي كل الطرق تؤدي اليهم تمام القاموس دي اللي هي اه من حضرتك لو عندك كلام عربي او انجليزي وضغط عليه ضغطة طويلة او لما تحدده تضغط عليه ضغطة او تسحب عليه تمام هيجب لك المرادفات بتاعته في القاموس سواء كانت عربي او انجليزي مرادفات بمعنى مثلا اه قراءة تمام يعني هيجب لك مرادف لها مطالعة اه مش عارف اه اطلاع مش عارف ايه كذا 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 بحيث ان ايه يدي لك معلومات اكتر عن الكلمة اللي قدامك وهي بتكون مفيدة اكتر في اللغة الانجليزية طمام كمل يا يوسف وادارة الجهاز اه الفي بي ان بقى اللي يوسف شرحه المرة اللي فاتت بيكون اه يعني يباين هنا ويقولك ان هو متصل ولا مش متصل او ان هنا مثلا الملفات التعريف ايه ملفات التعريف ديه ديه ملفات بتضيف اه مميزات للايفون مثلا انت عاوز تنزل تحديثات اه بدري بدري زي التحديثات البيتا فمباشرة بتنزل ملف تعريف يسمح لك ان انت تنزل ملف البيتات ديه او ان انت مثلا عاوز تمنع اعلانات فبتنزل ملف تعريف يمنع لك الاعلانات مباشرة من غير تطبيقات خارجية تمام اه ملفات التعريف ديه بتكون مسموح بيها من ابل ملهاش يعني ما هياش خطر اه اه ما نقلقش منها لو لو عارفنا انه قدامي ملف التعريف هيسمح بحاجة اه قانونية والتنظيمية ديه حاجة ما لنشدعه بيها حاجات خاصة بابل قوانين ابل وايه هي الحاجات اللي بتتعامل بيها ابل معنا وبعد سبق اه نقلوا اعادة تعيين دي ده قسمه مهم جدا 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 في عام في قسم عام لو دخلت عليه هلاقي ان انا ممكن اعمل اكتر من حاجة ايه هما الحاجات انا انا هقولهم بسرعة كده وباكتشفوهم براحتكم اول حاجة هتلاقي حاجة اسمها اه نقل البيانات او بيسموها ايه يا يوسف اه سمعني كده اه هنا بقى التحضير الايفون الجديد دي اللي هي ان انت مسلا عندك ايفون جديد و اه خايف ان بيانات حضرتك تضيع فبتعمل ايوان انا بضور على الترانسفير دي ترانسفير لبياناتك كلها على الايكلاود او بترفعهم كلهم على الايكلاود هو بيعمل لك نسخة احتياطية كاملة لمدة واحد وعشرين يوم حتى لو مساحة التخزين عند حضرتك خمسة جيجا هو والمساحة الباكب او النسخة الاحتياطية بتاعتك فوق فوق الرقم ده بكتير فهو بيسمح لك ان هو اه اه يرفع لك النسخة الاحتياطية دي لمدة واحد وعشرين يوم في الى حين ان انت تأتي تأتي بجهاز جديد وتسترجعها وخلاص بعد كده بتتمسع تمام وبعد بعد كده بنلاقي بقى حاجة اسمها اعادة تعيين بقى اه اه كم اسحب اسحب اعادة تعيين زر لي اه اعادة تعيين دي بنلاقي فيها كزا حاجة اعادة تعيين الاعدادات تمام اعادة تعيين كل الاعدادات يعني اعدادات الايفون كلها سواء بقى سواء voice over سواء اعادة تعيين انت عملت ايه اه في الشاشة مش عارف ايه كزا 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 ده كله بيعمل له إعادة تعيين أو فيه إعادة تعيين الشبكة أنه هو بيمسح لك الشبكات أو أنه لو فيه مشكلة في الشبكات الاتصال فبيزبطها لك يرجع لك الديفولت بتاعها أو الوضع الطبيعي بتاعها أو أنه مثلاً لو فيه متصل بأجهزة فبيوصل لك الأجهزة دي ويبدأ أن أنت تتصل بها من قوله جديد وهكذا فيها كمان جوه إعادة تعيين حاجة اسمها إعادة تعيين الشاشة الرئيسية تعيين الشاشة الرئيسية دي أن حضرتك ممكن تكون لتبت التطبيقات بشكل معين فمحتاج أن أنت تعيد الترتيب الأساسي اللي هو جاي به الآيفون فبتعمل إعادة تعيين الشاشة الرئيسية فيه إعادة تعيين الخصوصية الخصوصية وهي يوسف اسمها الخصوصية والموقع تمام دي يعني في قسم الخصوصية اللي احنا هنشوفه كمان شوية يعني بيعاد لك التخصيص أو إعادة تعيين الخصوصية كلها تقدر حضرك تقول مثلا للتطبيق مثلا زي الواتساب خد المايك أهوة بتسمح له بالمايك تسمح له بالكاميرا تسمح له بالصور إنه هو يستخدم الحاجات دي وهو بيعمل إعادة تعيين للبرميشنز ديت أو بيسموها بالعربي الأذونات 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 تمام بيسمح لك بالأذونات ديت بيعيد تعيين الأذونات ديت من أول وجديد فبتقدر أن حضرك ترجع تزبطها من أول وجديد فيها إيه تاني يا يوسف آه فيه إعادة تعيين بقى كل الأعدادات والبيانات إنه هو يعمل لك فورمات كامل للجهاز بكل محتويات يعني خلاص يمسح لك كل الجهاز سواء كانت أعدادات سواء كانت بيانات مالفات مش عارف إيه كل حاجة بتتمسح منها حاجة تانية في الأعداد تعيين ولا أنا نسيتها ولا هما دول هما كتير وصراحة يعني وستة سبعة يعني ده الأهم ده الأهم احنا قلنا أهم مهم يعني آه تمام آه احنا قلنا أعداد تعيين الشبكة صح أيو آه تمام آه بعد كده فيه اختيار أخير في عام اسمه آه اسمه إغلاق الجهاز آه آه يقاف آه يقاف التشفيق آه آه يقاف التشفيق ده ده عثم آه ده بس ده آخر حاجة في الجهاز ده أنت تقفل الجهاز من المنطقة دي تمام نقل من هنا بقى أنت تقدر تقفلهم الأزرار لما أنت مش عايز تقفلهم آه 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 العماءة بتاعته بايا أستاذ أحمد عماءة القفل آه قفل الجهاز آه برافا لك شوف آه آه أسهل طريقة أنت ندوس على البيعلي بعد كده اللي يوطي واضغط ضغطة طويلة على الباور هيطلع لك حاجة اسمها تيرن أوف أو إغلاق اضغط عليها هيقفل الجهاز ده القفل الطبيعي في حال القفل الإجباري أو اللي هو قعدة التشغيل إجباري تمام؟ وما تشلش إيدك من عليه من على زر الباور تمام؟ ضغطة طويلة على الباور لغاية ما لمدة خمستاشر ثانية فهو هيعمل إعادة تعيين آه إعادة تشغيل إعادة تشغيل إعادة تشغيل مارك تتحكم كلمنا عنه قبل كده شاشة العرض والإضاءة خش يا يوسف لا لا والله أبدا لا لا تفضل طيب شاشة العرض والإضاءة شاشة العرض والإضاءة ديت يا جماعة ديت ان انت مسلا تقدر من خلال تعلي سطوع الشاشة تخفضوا ان انت تخلي الشاشة بتاعتك عبارة عن دارك أو اللايت اللي هي ان انت تخلي الوضع الداكن أو الوضع العادي وفيها حاجة تانية اسمها اسمها ايه تروتون دي اللي هي بتعمل مختلفة بالعرب انسجام اللون الله انسجام اللون ديت يا جماعة اللي هو بيخلي الشاشة مثلا انت في مكان الإضاءة فيه عالية فهو يخفض لك الألوان بتاعت الشاشة بحيث ان هي تكون متناسبة مع المكان اللي انت فيه والعكس بالعكس بصريات 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 حاجات كلها للمبصرين الحاجة الوحيدة اللي تهمنا هنا او الحاجتين الوحيدين اللي يهمونا هنا اللي هي مدة قفل الشاشة والرفع للتنبيه هم دول بس اللي يهموا حضرتك ككفيف او كضعيف بصر اللي هي زيادة اللي هي أو اللي هي ترجم يا يوسف الوضع الدكن وضع الدكن تمام سقافة انجليزة تمام الوضع الدكن اللي هي منها فقط الوضع الدكن ومدة قفل الجهاز اللي هو تمام او القفل التلقائي القفل التلقائي اشكرك تمام القفل التلقائي دي بتخليها مثلا تلاتين ثانية دقيقة ممتاش عاوز ان هو يقفلها خالص تمام او عندنا بقى الاختيار التاني اللي هو بعد كده اللي هو اللي أنا كنت بقول ايه الرفع للتنبيه تمام ده ده لازم توقف ايوة تمام علشان لما تيجي ترفع كل ما تمسك التليفون وترفعه الشاشة بتقيد او النطق يتكلم مش عرف ايه فخلاص هنا بتوقفه بحيث ان انت تمنع الكلام ده ان هو يحصل اه نقف هنا شوية ونشوف لو في اسئلة اللي احنا طولنا قوي وبعد كان كم تمام تمام ممكن تفعل ايوة 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 مفتوحة حلي اه اه تمام طبعا محاضرة دسم اليوم شكرا كتير يا استاذ احمد انت ومسف تمام هلأ عندي اكم سؤال يعني كام سؤال تحضر ايوسف سؤال وملاحظة او ملاحظتين لانه انا نسيت كنت حطيتهم بالقبل ونسيت فاول شي هلأ بالنسبة لنا نرجع لموضوع الساونز والحابتكس الاصوات والحس اللمسي هلأ اه نقدر نحنا مثلا كل تطبيق نخصص له نغمة معينة مثلا في بعض التطبيقات زي الواتساب مثلا بيسمحلك انه بالمسجز تخصص انت نغمة معينة مثلا بحط او مثلا بالنسبة للاتصال لا مش للاتصال انا ما بقول عن الاتصال انا بقول على مثلا النوتيفيكيشنز اذا هو بيسمح من داخله اذا هو بيسمح من داخله بكده اوكي انما ان انا ادخل من هنا واقول له لا ما تاخدش يعني الواتساب مثلا ياخد النغمة الفلانية من هنا لا لازم يكون من التطبيق نفسه اعمل يعني هو كل تطبيق تطبيق سوري كل تطبيق بيكون احيانا لي النغمات اللي هو مفعلها عنده او اللي هي بتاعته هو فما بتكونش اصلا بالنغمات الجهاز اه تمام هل لا مثلا هل هذا بينطبق على كل كل الابليكيشنز ولا في بعض الابليكيشنز عندها هذه الميزة وفي بعضها لا معضها لا اه تمام طب هلأ الشورتكاتس الشورتكاتس انا شفت لاحظت يوسف لما اجا شورتكاتس اعمل نغمة طب هي الشورتكاتس دايما النغمة معروفة نقدر نغيرها كمان ولا لا لا غير قبل التغيير وكيف عندك صوتها متغير هي تغيرت لا هي صوت عادل النغمة السلسية اه اللي هي ترن اللي هي هاي طيب سؤالت سؤالت للملاحظة تانية هلأ انت استاذا حول من موضوع البكتر ان بكتر هلأ مسألة هي كملاحظة ممكن قلناها من قبل شف ناقشنا فيها اللي هي موضوع البكتر ان بكتر انه احيانا بالتريفونات الحديثة يعني مش حلو انك يعني انت قلت ينصح انها تكون مفاعلة هلأ بالتريفونات الحديثة اللي ما هم مثلا اللي هم الفورتين برو ماكس انه هو مش حلو انهم يفعلوها حتى يستفيدوا من اللي هي الديناميك آيلاند اعتقد ديناميك آيلاند ام يعني دي بتكون مثلا مثلا ممكن تكون عند حضرتك انتي مثلا تكون تشوفي ان هي مش مفيدة ولكن في الاجهزة الاخدم تكون مفيدة فعلى حسب كل الجهاز و اه في نقطة حلوة قوي فكرتنا بيها الدكتورة ان في بعض بعض الاعدادات بعض الاعدادات خاصة في اللي هي الشاشة والعرض وممكن ما تكونش موجودة هنا لان بتكون موجودة في الاصدارات الاحداث زي الثيرتين والفورتين برو تمام لان فيهم حاجة اسمها الرفريش فيت او ترجم يا يوسف ترجم 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 الله يماشي الرفريش ريت نعم تحديث الشاشة ايو تحديث الشاشة الله ينعر الرفريش ريت هنا في الاجهزة الاخدم من من الثيرتين برو تمام مش موجود فبنظر ان احنا نتحكم فيه من منطقة بصراحة منش متذكر منين بس تقريبا من من جوة الاجهزة او من اللي هي ال 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 العرض والشاشة اقول لك انا اللي هو من الموشن اعتقد اللي هو اللي بيسمو المتريت مظبوط مظبوط ندخل الموشن او الحركة اه ايو ايو تمام فدي بعض الاعدادات اللي بتكون موجودة اه في الاجهزة اللي هي الاحدث الثيرتين والو الشورتين اه تحديد تمام تفضلي فيه اسئلة كمان انا انا نسيت بس اكيد رح ارجع وتذكر واحكي لك طيب تمام اكيد مرسي اه اه طيب اي اسئلة تانية شباب اي حد عنده اي سؤال تاني انا انا تذكرت كنت بتي بس اعطيك ملاحظة تانية مش اعطيك يعني ملاحظة سورية احكي هاي الملاحظة انه بالموضوع الدكشيناريز انه مثلا هلا اذا احنا حددنا مثلا الدكشيناريز هي موضوع مهم بالانجلش لما انت احيانا بتسأل سيري بتقول لها مثلا what's the meaning of good تمام فهو لما بدي جاوبك بيعطيك مثلا اكتر من اجابة حسب الدكشيناريز اللي انت مثلا اختارهم ممكن اخترت مثلا ال بياخد في نوطة هو بياخد يعني لو ده خطع الدكشيناري ممكن احدد الكل يعني احدد كل الدكشيناريز الموجودة في اللي بيوفرها للنظام ال ios وهو بيفضل بقى مثلا زي ما حضرك تفضلت كده وقلت انه مثلا what's the meaning of good فهو مثلا هيفضل يديني مرادفات بقى كل الكلمة ديت بشكل يعني حسب كل الدكشيناري اه على حسب كل الدكشيناري ان انا ما حددت دكشيناري معين هو بياختار بالترتيب بالسبت السلام عليكم عليكم السلام تفضل الحين كم دقي جزئية وتنتهي المحاضرة يعني عادة باقي شي ولا خلاص بس اسئلة لا هي الساعة كم دي رؤيت لسه لسه الساعة لا 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 خليك معاني خليك معاني خليك معاني عندنا عشر وخمس وثلاثين طيب احنا عشر وخمس وثلاثين احنا لسه تمام احنا صهرانين النهار احنا قولنا احنا قولنا المرة فاتت ان المحاضرة هالطول وخليكوا معاني علشان تعرفوا نظام الامتحان تمام وفرحوا ان الامتحان صعب جدا 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 محدش هيحل تمام لا لا ما عليك انا قديمة في الايفون هنشوف هنشوف تمام طيب تمام شكرا احنا وصلا طيب بعد كده يوسف ايه اللي عندنا نكمل الشاشة الرئيسية سيني الشاشة الرئيسية الشاشة الرئيسية يوسف اتكلم عنها في بداية الكلام خالص خالص في المحاضرات اللي هي ان عندك التطبيقات بتنزل عايزها لما تنزل تنزل فين تنزل في الشاشة الرئيسية ولا تنزل في مكتبة التطبيقات ولا تنزل في المكانين تمام فهنا بتقدر تفعل أو تعطل النقطة دي أو برضو فيها اختيار تاني أن أنت توقف الـ الـ البحث السريع البحث السريع تمام البحث السريع أنت توقفه لأنه أصبح مكانين وإحنا في الشاشة مكانين تمام المكان الأولاني أو الطريقة الأولانية أن احنا نسحب بثلاث سوابع من نصف الشاشة وإحنا على الشاشة الرئيسية فبيجيب لك البحث السريع تمام أو أن أنت بتضغط على مكان اللي هو بتتحول منه نقط ما بين الصفحات آه تمام اللي هو بيكون بتحول ما بينه من الصفحة الأولى والتانية مش عارف إيه بتضغط عليه ضغطتين بيفتح لك الـ ممكن تعطلها آآ الميزة دي تمام بعدك تكلمنا عنها دي رشع شرحناها باستفادة تمام خلفية الشاشة يشف على ما يتمكن فيها عنها آآ يعني هي برضو لها شرحة على قناتنا الشخصية يا الفكرة منها اللي احنا بنقدر نحط خلفية شاشة عادي للشاشة الرئيسية أو لشاشة القفل بس عندك في شاشة القفل انت تقدر تضيف وجيتس أو زي ما بيسموها الأدوات اللي احنا كنا تكلمنا عنها في المحاضرة التالتة يعني بتكون حاجات بتعرض لك بينات مؤينة في عند الوقت مثلا لو فتحت عندي الشاشة هنا عندي مركز الإشعارات ده الساعة بعدها على طول هيظهر عندي الوجيتس اللي انا ضيفها درجة الحرارة حاليا سبعة عشم العظمة تسعة عشم الصدرة ستة عشم مثلا درجة الحرارة انت تتعرضها عندك هنا على طول حلقة الحركة ثمانية وتسعين بالمئة حلقة تقلط الحركة انت با مشهotes النهاردة البحث باستخدام الكاميرا البحث باستخدام الكاميرا دي من احد التطبيقات الطرف التالت فهي بتقدر تضيف وجيتس وتقدر تضيف خلفيات معينة لعلاقة مسلا بالفلك يعرض لك شكل الامر حاليا نعمل ازاي تقدر تضيف مسلا شكل الارد لقا تعمل ازاي تقدر تضيف خلفيات متحركة بتتغير مسلا كل ساعة زي ما انت عايزぁ يعني اللي على شرح التفصيل على بقلانة الشخصية بس بشكل عام يعني انت تقدر تستخدمها بشكل بسيط عندنا بعد كده سيري المساعد الشخصي اللي في النظام سيري بقى هيكلم في كلام جميل خالص واحنا هنستمع ليه تمام ولكن هو مش هيفصل فيه لان فيه شغل كتير وكلام من ده ولكن ببساطة 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 خالص يا جماعة سيري يعني اللي يقول لك انه هو لا يقرم بجوجل اسيستنت بس عشان محدش يتحيز لشركة عن التانية لا هو جوجل اسيستنت احسن يا الله عشان ما تزعل تمام ماشي بالنسبة لسيري هو سيري يعتبر في الاساس هو مساعد شخصي تقدر تديله قوامر معينة وهو ينفذها لك مثلا تقدر تطلب منه يفتح البلوتوث يفل البلوتوث يشغل واي فاي يفتح لك تطبيق معين تسأله سؤال معين ويجاوبك عليه وغيرها بقى من الحاجات تقدر من اختيار سيري من هنا من داخل الاعدادات تمام هيبدأ يعرض لك الاول البداية خلص تمام هنا بيقول لك انت عايز لو انت قفل الجهاز يكون سيري متاح ولا لا ممكن انت توقف لو عايز حاجة كخصوصية يعني ان سيري ما اشتغلش غير وانت فاتح الجهاز تقدر تتشغل تقدر توقف الاختيار ده فبالتالي سيري مش هاشتغل غير وانت فاتح الجهاز تمام اضغط على الزر الجانبي لتشغيل سيري يوصل به اللي هو الزر الباور الاجهاز اللي ما فيهاش زرار الهوم او زرار الدائري تقدر تضغط هنا على زرار باور دغطة طويلة هيشتغل معاك سيري ويطلعلك نغام زي دي يقول لك انه هو بدأ يشتغل ويبدأ يسمع منك الامر وبعدك ينفزه تمام وانت برضو لو مثلا مش عايز انت تضغط على زرار الباور او زرار الهوم تقدر تزبط سيري على صوتك بحيث ان انت مثلا لما تقوله هاي سيري هيرد عليك ويبدأ انه يسمع الامر بتاعك وينفزه ودلوقتي بيسمعني تمام بس هو بالانجلش فمش فاهم انه عايز من ايه تمام نخرج تمام اللغة الانجليزية الولايات المتحدة منها تقدر تختار اللغة هو طبعا بيدا من اللغة العربية بدون اية مشاكل تقدر تخش هنا وتختار العربية تقدر تضغط على العربية ويشتغل معك سيري بس طبعا زي ما احنا عارفين بيبدأ الصوت واحد هو صوت ماجد المحسن بيكون بسرعة بطيئة صراحة يعني فده برضو ايه للناس اللي حابة تستخدم سيري تقدر تدريه اي امر وهي نفزه لك عالي تقدر تطلب منه يزبط لك مؤقت يزبط لك مثلا منبه يتصل باحد الاشخاص وغيرها بقى من الحاجات دي فهي بس الفكرة اللي بيمتاز فيها جوجل اسيستنت هو الجانب الترفيهي مثلا ما تقولي قللي نقطة او تطلب مسلا معلومات عامة اقولي هو الجانب السرد شوية مثلا تطلب منه معلومة ويديك معلومة عن الشيء اللي انت سألت عنه مثلا سيري ما عندهش امكانية ان هو يفضل متابع معاك مثلا يفضل تفضل تسأل عن نفس الموضوع وهو يكمل معاك لا هيبدأ معاك من الاول يقول لك كل قد وجدت وهذا في الويب ويبدأ يعرض لك بقى نتائج من البحث حاجة بتبقى متعبة شوية في سيري يعني ومش افضل حاجة فده بالنسبة لسيري عندنا برضو في نفس الجزئية اختيارات البحث هنشوفه كده مع بعض وطبع انت لو بتستخدم سيري باللغة الانجليزية عندك الخيار انت بتختار اكتر من صوت يعني عندك مجموعة جبيرة من الاصوات على عكس اللغة العربية اللي بيكون فيها الصوت واحد بس ماشي اجابات سيري هل انت عايز امتى سيري ينطق وامتى سيري ما ينطقش لو جانا دخلطنا عليها كده تمام هنا بيقول لي انت ينطق اجابات منطقة ان هو ينطق بالصوت ما يردهرش بس على الشاشة تم تفضيل الردود الصامتة ان هو في اغلب الحالات ما ينطقش يبقى بس الرد سيري مكتوب على الشاشة وانا اقدر اتصفحها بالفويس اوور تلقائي تلقائي سواء الجهاز كان معمول ان هو صامت فما ينطقش لو مش معمول على غير الصامت او غير مكتوم ينطق عادي تفضيل الاجابات المنطقة تفضيل الاجابات المنطقة سواء كان صامت سواء كان غير صامت ينطق عادي سينطق سيري الردود بما في ذلك عندما يكون النمط الصامت مشغلة تمام هنا بيشرح لك الاعداد اذبار الشرح المكتوب لي سيري دائما تشغيل تمام دي بقى لو انت عايز تستعرض رد سيري على الشاشة عايزو يكون ظاهر ولا لأ تقدر تفعلي من هنا وعندك برضو نفس الشيء للسؤال اللي انت بتطراحه على سيري اذبار ما ينطقه سيري طيب هنا بيشرح لك الاعداد اظهر الكلام دائما اللي انت تكون قلته سيري عندنا بعضها على طول انهاء المكالمة دي بتبقى محترحة على بعض الاجهزة مشكلة تحديدا من الاول وايفون 11 كما اعلى ان انت لما تيجي تطلب من سيري مسلا خلاص انت رضيت على مكالمة وانت مسلا مش في اديك الجهاز دلوقتي وعايز تنهي المكالمة دي وبتقول لسيري ينهي المكالمة تقوله هي سيري وتطلب منه بقى انه هانجوب او انه يقفل المكالمة او انهاء المكالمة ويقفل معك المكالمة مغير حاجة اللي انت تمسك الجهاز يعني ونفس الشيء في الرد ممكن تطلب لو جهاز بعيد عنك تطلب من سيري انه يرد على المكالمة تقوله وقوم بالرد على هذه المكالمة وهيرد معك الاعلان عن المكالمات الاعلان عن المكالمات لو انت وصل لك وصلك مكالمة وتبرده مسماشك مش ماسك الجهاز فعايز سيري انطقلك الاسم المتصل ولا لا تمام معلوماتك او معلوماتي انت باوتوماتيك النظام بينشئلك زي جهة اتصال بيدي فيها المعلومات اللي هو عرف عنك الاسم التاريخ الميلاد وغيرها بقى كويس لازم انت تزبط جهة الاتصال دي كويس قوي ان انت مثلا لو جهازك ضع او حاجة لو حد مسلا سأله الايفون ده بتاع مين فتقدر ان هو يقدر يوصل لك عادي يظهر له رقم تليفونك او ان انت مثلا لما تيجي تسأل سيري عن اي حاجة عندك مثلا تاريخ ميلادك او مثلا النت name او اللقب بتاعك فهو يقدر يجاوبك عادي تمام تاريخ سيري والاملاق بيعرض لك هنا ان انت تقدر تحمل كل امر انت قلته لسيري تمام بياخد وقت طبعا عشان يحملها من سيريورات قبل ارسال الرسائل تلقائيا ارسال الرسائل تلقائيا لو انت طلبت من سيري ان هو يرسل رسالة هل انت عايزه بيرسالها على طول ولا يعرض لك مثلا نص الرسائل الاول ويقول لك هل انت عايزت بعتها ولا لأ تمام ده طبعا للغة الانجليزية انت لو كنت بتستخدم سيري هل عايزه طبعا ده متاح بس اللغة الانجليزية يبقى عندك امكانية انت تستخدم سيري بدون الحاجة لاتصال بانترنت اما لو كنت انت بتستخدمه بالعربي فبلالاسف الخير ده مش متاح لازم يكون موجود عندك اتصال بالانترنت عشان يشتغل معك سيري دون اية مشاكل. هنا عندنا بقى البحث اللي هو اللي احنا كلمنا عنه من شوية. اظهر الاقتراحات اللي انت لما تجد تفتحها الاسبوتلايت بيبقى اعرض لك كده في البداية تطبيقات اللي انت بتفتحها بشكل متكرر. فممكن ان انت توقفها بحيس انه ما يعرضش عليك تطبيقات مقترحة. اظهر الحديثة التطبيقات اللي انت فتحتها مؤخرا. المحتوى من قبل. دي حاجات بتبقى قبل مقترحة لك. البحث عام اللي هو اللي هو اللوك اب لما تحدد كلمة. هل مسلا عايز تبحس مسلا في سيرفرات قبل مسلا او عايز تبحس مسلا زي ما بتبحس في جوجل او غيره. ولا عايز بس ان هو يعرض لك او القاموس الخاص بالكلمة دي. زهر في الباحث ان هو برضو يعرض لك نفس الشي دي او نفس المعلومات دي في اللي بيكون اشبه يعني لما تتفعل الاختيار ده بالصفح ان انت لو كتبت مسلا اسم يلاعب مسلا كرة قدم او غيره وممثل او غيره يقدر يقدر لك معلومات عنه ويقدر يقدر لك صور دي وغيره يعني. اللي يهمني من كل الاختيارات اللي هنا ازهار عند المشاركة. لو انت فكنت مسايب الاختيار ده متفعل هتلاحز ان انت لما تيجي تشارك اي حاجة لان بيعرض لك جهات اتصال في البداية خالص كده من التطبيقات بقى سواء الواتساب تليجرام تطبيق الرسائل هتبقى مزعجة معاك. فالافضل اللي انت هتوقف في الاختيار ده. بعد كده هيعرض لك قيمة طويلة بالتطبيقات اللي عندك على النظام سواء انت عايز بقى تزبط الاعداد دي او التطبيقات دي تشتغل ازاي مع سيري هل تشارك معا معلومات هل يزهر مسلا في البحث ان تيجي تستخدم وغيره. فده بالنسبة لسيري. سيري. والبطك بصمة الوجه ورمز الدخول. بصمة الوجه. هنتكلم فيها عن جزء ايه كلا سريعة. طبعا بصمة الوجه ورمز الدخول او لو كان عندك التوتش ايدي هيقول لك بصمة الاصبع ورمز الدخول. احنا عشان تقفل طبعا الايفون وتمنع ان الاشخاص المتطفلين هما يستخدموا جهازك. زي ما احنا عارفين عندنا اربع طرق لتأمين الايفون. كلمة السير اللي هي بتكون مكونة من ستة ارقام. كلمة السير اللي هي بتكون مكونة من احرف وارقام. المالهاش المتماين في الكتابة. الى جانب بالفيس ايدي لو كان عندك الفيس ايدي او جهاز بيدعم البصمة بصمة الوجه. والترش ايدي لو كان عندك جهاز بيدعم الترش ايدي. هيتكلم هنا نقطة طريقة كده خالص. اللي هي ما تيجي تضغط عليها. هيقول لك بقى دخل كده كلمة السير. انا هدخلها وارجع لكم. سواني. لحد ما يوسف مايرجع الفيس ايدي ده يا جماعة يعني ما ما تخليش حد يعمله لك خالص. انت عمله بيدك. ان شاء الله اه غلط فيه خمسمائة مرة. ابعد التليفون عن وشك المسافة عشرة خمسة عشر سنتي وهو هيوجيهك تعمل ايه بالزبط ونتج منشغل اه الفويس اوبر. فالموضوع ما فيهوش ادنى مشكلة بالنسبة للفيس ايدي اطلاق. يوسف? يوسف? واستاذ يوسيف مش ظاهر. يعني ممكن يكون حصل بس عطته وهيدك لتاني. طيب اه انا مش عارف هو كان عاوز يقصد ايه بالنسبة للفيس ايدي يا جماعة بس اه من جوة الفيس ايدي اللي هو ممكن كان يقصده ان فيه مجموعة من التطبيقات اللي بتسمح بان احنا نفتحها بالفيس ايدي او ان هي تاخد مننا الفيس ايدي اثناء اه اه فتحها او ان زي مسلا الايتونز ستور او الاوب ستور مع الاعداء. وفيه اه حاجة خاصة بالفيس ايدي اهو يوسف تقريبا مواصل اهو. اه خاصة بان ان انت التركيز اثناء اه اه نظرك للتليفون. ان انت لازم تكون اه قفلها اللي هي ان انت تبص على التليفون بعينيك. دي طبعا بالنسبة لنا كما كيفين تكون صعبة. فدي بعض اه 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 عفوا ان دي حاجة لازم تكون واقفة. اه فيه برضو اللي هي الميزات الخاصة بالانتباه. تمام? دي برضو تكون واقفة بحيس ان حضرك لما تبص في التليفون ما يكونش عندك اه اه ما يوقف لكش مسلا نغمة الرمين ما يوطهاش مش عارف ايه. اه الكلام ده كله. اه مش عارف يوسف رجع ولا لسه? لا لسه ما رجعش. طيب. اه طيب. طيب هو بعد كده هيكون عندنا بعض الحاجات بس بصراحة انتم مش هتقدروا تسمعوه معايا بس انا هقولها لكم بالشكل العادي. في حاجة عندنا اسمها طوار اس او اس. ديت خاصة ان لما حضرتك بتضغط اه على زر الباور لمدة اه خمس مرات. تمام? بيفعلك حاجة اسمها اه اس او اس. ده خاصة بالطوار ان مسلا لقدر الله عندك اه مشكلة وانت في مكان وما انتش قادر تتصل بالنجدة او او او. فبتضغط على على زر الباور خمس مرات فيشفعلك على طول اه الطوارئ وهو يتصل لك على طول. واحيانا وكمان برضو ممكن بيروح عاملك صوت اه مرتفع جدا لو انت مسلا في مكان ومحدش عارف انت فين فبتدوس عليه. بيعمل لك صوت زي صوت انذار كده اه عالي اوي. تمام? بيعرف الناس انت فين. اشعارات المخلطة ديت اللي هي كانت خاصة بالكوفيد تسعتاشر اللي هو الكورونا. تمام? ديت التطبيقات اللي بتسمح يعني تقول لك المنطقة ديت فيها اه يعني نسبة كورونا عالية. لا المنطقة ديت لا ما فيهاش ما ما تدخلهاش مش دي طبعا مدعومة في بعض المناطق او بعض بعض الدول ودول آآ لا. بعد كده عندك حاجة اسمها البطارية. البطارية ديت لو دخلت جواها هتلاقي حاجة اسمها آآ النسبة المئوية للبطارية تمام? ديت بتكون مفيدة للمبصرين اكتر لما بتكون مشغلة بيزهر قدامه آآ نسبة مئوية انما هي من غير يعني بعيدة ان هو متكونش متكونش موجودة لو ما هيش موجودة خلاص او موقفها يعني بيكون آآ نسبة البطارية قدامه عبارة عن شكل بس مش ارقام تمام? وبعد كده بتلاقي جواها حاجة اسمها نمط الطاقة المنخفضة نمط الطاقة المنخفضة ده حاجة خاصة بآآ البطارية مسلا لما توصل عند اشرين في المية وعايز توفر شوية في البطارية او ان انت مسلا بتشغلها علشان توفر في البطارية وهي بتقف عند نسبة يعني بتقف تلقائيا لما البطارية بتوصل تمانين في المية في حال حضرتك بتشحنها حلو وبعد كده بتلاقي حاجة اسمها صحة البطارية والشحن صحة البطارية ديت يعني بيقول لك انت بطاريتك قوتها يعني صحتها دي مية في المية تمانين تسعين آآ فبتلاقي هنا ان لو هي مية في المية فطبعا ده البطارية بتاعتك قوتها ممتازة او صحتها ممتازة آآ لما كل ما بتقل كل ما العمر الافتراضي بتاع البطارية آآ بيقل وبنلاقي اختيار آآ جواها حاجة اسمها آآ لحظة اسمها آآ شحن البطارية آآ المحسن تمام ده خاص بان هو بيقف لك البطارية عن آآ تمانين في المية وما بيكملهاش الا بعد آآ مسلا مرور فترة معينة آآ ده في حال انه حضرتك آآ يعني آآ دخلت اتنام او كده فهو بيكملها لك بعد آآ فترة النوم او في آآ قبل ما حضرتك ما تصحب شوية تمام اما في الوقت العادي فهو بيفضل عن تمانين في المية ما بيكملش تمام في حال ان انت مش نجعلها طبعا تمام بعد كده بيجيب لك بقى آآ البطارية بتاعتك اتشحنت خلال الاربعة وعشرين ساعة او خلال آآ بيجيب لك مسلا اول حاجة ان انت عاوزها انت شوف الصلاح البطارية بتاعتك اتشحنت خلال عشرة ايام آآ كم مرة في اليوم وكانت من كام لكام ومش حايف ايه وتفاصيل كتير قوي 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 عن آآ البطارية وهي اهو بيكون محددها على اخر اربعة وعشرين ساعة فحضرتك بتقدر ان انت تشوف آخر آآ شاحنات لحضرتك كانت من كام لكام ومن الساعة كام واستخدامتها من من امتى الامتى ومش حايف ايه واكتر استخدام كان امتى والتفاصيل دي كلها تمام؟ هنا بقى حاجة تانية آآ بقى آآ قسم كبير اوي اوي اسمه الخصية والامن الخصية والامن ده زي ما انا كنت بتتكلم مع يوسف من شوية على النقطة او اللي هي الاذونات تمام؟ هل مسلا انت بتسمح للتطبيق الفلاني ان هو ياخد آآ المايك والصور والكاميرا وشارف ايه ولا لا تمام؟ من هنا بتقدر ان انت تخش على كل تطبيق وتشوف ايه الاذونات اللي هو واخدها وتوقفها او تخليها او انت تشوف ايه آآ المطلوب فيها آآ بالزبط تمام؟ وطبعا هنا برضو بتلاقي من ضمن الخصوصية ان انت آآ بتقدر تشوف هل فيه تطبيقات بتتتبعك ولا لأ في حاجة اسمها او التتبع تمام؟ بتشوف هل فيه تطبيقات معينة بتتتبعك بتتتبعك بمعنى ايه تتتبعك تشوف انت بتعمل ايه على الجهاز بتشوف انت بتعملها على التطبيق بتاعها وتعمل لك اعلانات مخصصة آآ ليك تمام؟ وبرضو من ضمنها خدمات الموقع الحاجات اللي ممكن تتوقف لها تمام؟ يعني انت هم بتخلي معين للتطبيقات اللي هي فعلا بحتاج زي والجوجل والكريم والحاجات اللي هي بتستخدم التطبيقات او الخرائط تمام؟ وهكذا هنتلاقي بقى كل قسم وتحته التطبيقات اللي بتاخد الاذونات تمام؟ حلو احنا عندنا بقى كذا اختيار خلينا اكون معاكو حالا حلو احنا عندنا هنا في اختيارات كتير آآ اوي 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 تمام؟ يعني آآ هنا مثلا سفاري في فيست فيستعيم في الرسائل في الهاتف مذكرات صوتية المساحة الحرة المساحة الحرة ديت مش مهمة بالنسبة لنا التذكيرات الملاحظات التقويم جهد الانتصال بريد كلمات السر كلمات السر هي اهم من النقطة دلوقتي قدامي اللي انا ممكن اقول عنها ان دي الكلمات السر اللي حضرتك ممكن آآ تحفظها عندك على بحيث ان انت تستخدمها بعد كده ممكن تعدلها من هنا تمسح كلمة السر اللي حضرتك آآ كاتبها للموقع الفلاني الجيميل مسلا الفيسبوك وتقدر تغير كلمة السر من هنا مباشرة بدل ما تروح على آآ كلمات السر اللي آآ اللي في الموقع نفسها وهنا برضو فيها هنلاقي حاجة جواها لواء التعبئة التلقائية لما تدخل مسلا على حاجة زي الجوجل مسلا ما عايزت تخطي بتاعك فمباشرة بتقول له كلمات السر بتلاقيها حق انصر كده فوق لوحة مفتيح اسمه كلمات السر بتضغط عليه بياخد بصمة وشك او بصمة الصباح وبعد كده بتختار كلمة السر اللي خاصة بالموقع اللي انت بتسجل عليه. تمام? آآ البريد ديت اللي بنلاقي جواها اللي هي ايه البريد اللي حضرتك محتاج وان هو يكون افتراضي? يعني هل هو اللي هو يعني ولا الجيميل ولا ايه التطبيق او او بيسموها المزود الايميل اللي هو بيه اللي يكون آآ افتراضي عندك بحيث ان بمجرد ما تبعت رسالة يتبعت من الجيميل مسلا او من الهوتميل وبتلاقي فيها حاجة برضو اسمها آآ التوقيع بتخلي بتكون مكتوب فيها من الايفون الخاص به فانت بتغيرها بتخليها آآ الايفون وبرضو من هنا بتقدر تضيف آآ الاكاونتات بتاعتك آآ او الايميلات بتاعتك بشكل عام. تمام? سواء كانت جيميل هوتميل وا 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 اي ياهو كزا. تمام? اي آآ اكاونتات عندك ممكن تضفها هنا في قسم آآ الحسابات. تمام? جهات الاتصال آآ يعني هي فيها بعض الادادات البسيطة ان انت بترتب آآ آآ لما تيجي تم يعني تنشق آآ جهة اتصال جديدة الترتيب يكون عامل ازاي? الاول والاخير ولا لأ? يعني الترتيب على حسبك انت. تمام? وهكزا. وبتلاقي فيها معلوماتك اللي هي بتلاقي في اسم حضرتك فيها. تمام? بعد كده بتلاقي حاجة آآ حاجة اسمها التقويم. التقويم ديت بتلاقي الحاجة اللي تهميني فيها اللي هي نقطة التقويم البديل. ان انت بتدخل جواها وبتلاقي التقويم الاسلامي وبتضيفه ويظهر معاك على طول على آآ قفل آآ الشاشة. آآ الملاحظات برضو فيها آآ شغل تاني زي مسلا آآ ان هنا مسلا برضو هو مربوط بالحسابات بتاعت حضرتك. ممكن تعمل كلمات سر ليه الملاحظات من هنا. تمام? تمام. وهنا ممكن تعمل آآ بدلا ما ترفعها على الملاحظات بتاعت حضرتك بدلا ما ترفعها على الاستحابة لا تخليها على الايفون بس. وفيه مسلا ان انت ممكن تفعل آآ اشعارات لتذكير بحاجة معينة من الملاحظات تمام? وبرتب لك بقى انت مسلا هاي ترتب الملاحظات بتاعتك على حسب ايه? على حسب وقتة آآ يعني ان هي آآ وقت كتابتها ولا وقت ايه بالزبط يعني? وهكذا. تمام? هتلاقي تفاصيل كتير جدا جدا جوا الملاحظات دي مش عايزين نخد فيها كتير. والتذكيرات برضو هتلاقيها نفس تقريبا نفس اعدادات الملاحظات. تمام? آآ المساح الحرة مش مهمة. المذاكرات الصوتية لو جهازك آآ يعني مساحته كبيرة شوية هتلاقي في الاخر كده خالص حاجة اعداد خليها اللي هو الاعلى. ده الاعداد ده اللي انت بدل ما يسجل لك الصوت مضغوط. ممكن يخلو لك بجودة اعلى. بعد كده آآ الهاتف. الهاتف لو دخلنا جواه. آآ هنلاقي بعض الادادات اللي احنا شفناها في سيريا على اقل. آآ الاعلان عن المكالمات ديت اللي هو ان هو يقول لك مين المتصل ولكن ده في حال ان انت موقف الفويس اوفر. آآ المكالمات الواردة بقى بيقول لك شعار ولا شاشة كاملة. شعار يعني ان هي تكون في اعلى الشاشة بس. او ملء الشاشة. تمام? ملء الشاشة ان هو يعني ايه? يكون اللوحة الانتصاد يكون مالية الشاشة كلها. ما تقدرش انت تستخدم التطبيقات التانية. تمام? فهي يعني على حسب كل واحد هو واحد ببقى ايه? بس هي بيكون اشعار يكون اشعار يعني. وبيجيب لك رقم تليفون حضرتك. آآ هنا بقى شوية اعدادات هنلاقي مسلا التحويل المكالمة وهنلاقي الانتظار وهنلاقي مسلا مكالمات على الاجهزة الاخرى ديت في حال ان حضرتك عندك ايفونين. تمام? ورد ورد برسالة. تمام? في نقطة هنا آآ يعني حلوة للي آآ يحبها. يعني في اسكات المتصين غير معروفين. دي اللي هي خاصة بان مسلا لو حد آآ رقم مش متسجل عند حضرتك ما يتصلش عليك اصلا او ما يوصل لكش آآ الاتصال بتاعه. تمام? وتلاقي او بتلاقي برضو جهات الاتصال اللي حضرتك حضرتها لها لها قصة مخصوص. تمام? وفي حاجة اسمها مساعد الاتصال ديت خليها تنشغيل ديت اللي هي بيعرفك ان المكالمة ديت جاي من اي دولة. تمام? ده اللي خاص بالهاتف. آآ الرسائل بقى اللي جواها هنلاقي هي فعالة ولا لأ والاس ام اس اشغالة ولا لأ وهنلاقي فيها انه ممكن تشغل حاجة اسمها او العنوان عنوان الرسالة يعني فيها بعض الاهدادات آآ ممكن حضرك تكتشفها. ده عشان تشغل آآ بتاع حضرك اللي هو المكالمات الصوتية والفيديو اللي ما بين مستخدميه اجهزة آآ وهتلاقي بعد كده حاجة اسمها سفاري ده قسم مخصوص ممكن نفرد له محاضرة نرفعها على آآ اليوتيوب ان شاء الله. ده بس ولكن هو السفاري ده اللي هو المتصفح الافتراضي على الايفون بمتصفح الانترنت الافتراضي. وبعد كده بتلاقي الطاقس تمام? بتلاقي فيه مسلا تقدر تتحدد آآ درجة الحرارة عايزة تظهر بايه بالظبط ولا آآ مئوية ولا ايه بالظبط. وبتديها آآ الاذونات الخاصة بالاشعار باشعارات الامطار يعني. وبتلاقي الترجمة بعد كده آآ انصر الترجمة في العددات ده خاص بان انت تنزل آآ اللغات الخاصة بتاعتك مسلا هتنزل اللغة العربية والانجليزية بحيث ان هو يترجم لك الترجمة آآ اوفلاين والترجمة دي اللي هو خاصة تمام? وبرضو هتلاقي الخرايط والبصلة والقياس القياس ده اللي انت بتقدر تقيس آآ نقطة من نقطة لنقطة آآ بدقة آآ وممكن الدقة دي تكون اكتر في الاجهزة البرو من تولفو برو فما اعلى. الاختصارات بقى ده قسمه برضو محتاج تفاصيل كتير 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 فمش هنخوض فيه ولكن هو ببساطة ممكن ننفس لك امر انت اه محتاجوا من غير التدخل منك. وصحتي ده قسمه برضو كبير. آآ الموسيقى اللي يخصيني فيها هنا حاجة اللي اسمها الاي كيو ان انت تخليها اللي هو اخر الليلة دي بتخليها عشان بتفعلها من جوة الاي كيو. آآ بحيث ان انت الصوت يعني عند حضرتك بشكل آآ كويس في الايفون. بعد كده بتلاقي الصور والكاميرا آآ دول آآ قسمين يعني مرتبطين ببعض فمش هنخوض فيهم لانهما فيهم شوال كتير جدا. تمام? آآ بس يعني هو آآ كده بعد كده بتلاقي آآ مجموعة تطبيقات خاصة بآ اللي انت بنزلها عندك. وبتلاقي ايه الاداد الادادات الخاصة بها هل اشعارات انت بتسمح بيها ولا لأ جهة الاتصال بتسمح بيها ولا لأ. ومن هنا بتقدرت آآ تسمح وتوقف كل لكل تطبيق اللي برضو الازونات بتاعته ومن هنا برضو زي ما شفناها او زي ما عرفناها في آآ قسم الخصوصية والامت آآ اللي فوق. آآ ده القسم الادادات وشغله كتير كان عندنا آآ موضوع تاني كنا حابين ان احنا نتكلم عنه النهاردة بس كده الوقت ده همنا للأسف. مش عارف يوسف معي ولا لأ ولكن آآ الشباب المتوض. انت معي يوسف. الثاني بس طولت. الثاني بس طولت معي. آآ معلش معلش حصل خير. آآ آآ انا بس النقطة اللي انا كنت عايز اعرفها انت كنت عايز تتكلم عن ايه بالنسبة للآ. طب طب آآ بس. آآ تمام. آآ بالنسبة للفيس اي دي عشان احنا كنا جبنوا على سيرة الموضوع ده فسريعا. لو دخلت على الفيس اي دي هيقولك استخدام فيس اي دي لي. تمام. هتلاقي عندك في البداية. او استخدام بصمة اللي وجه فيه. فتحقق في الايفون عشان تفتح وتقف الايفون. هو ده الجزء اللي يهمني. الايتونز ستور والاب ستور. اننا لو كنت جيت احمل التطبيق لازم الايفون هيطالبني ان انا ادخل الفيس اي دي واضع ترارة زرارة الباور دغطتين عشان ان انا احمل التطبيقات. طب انا انا مش عايز كده. لو وقفته هيبدأ ان هو يطالبني بكلمة السر ان انا ادخلها يدوي مع كل تنزيل. فانا لو وقفتها مش عايز ان هو يطالبني برضو بكلمة السر. فلو وقفتها بالشكل ده. تمام. وبعد كده. على الابل اي دي. بعد كده. الاسم وارقام الاشتراك. خمسة الوسائة. الوسائة المسرات. اعدادات كلمة السر. يلزم ادخال التنزيلات المجانية. عنوان يلزم ادخال كلمة السر. معتم. زر التبديل. من توقف. تمام هاد لقيها تشغيل. اه طبعا هو محافظة التغيرات لاني حاليا ما عنديش واي فاي فمش قادر ان هو يحفظ التغيرات. لكن مجرد ان انت تقفلها من الاعدادات زي ما شفنا في الفيس اي دي. هيبدأ ان هو يعملها عندك اه بدون اقت مشاكل وتقدر ان انت لما تفعلها تقدر ان انت تنزل التطبيقات عادي من غير ان هو يطلب كلمة السر. تمام? فهي دي اللي نطلناك وتعايز اتكلم عنها. اه طبعا يعني في نقطة كده الجانبية دي اللي هتكلم عنها كده الشايف هوي مش هنقدر ان احنا النهاردة للأسف نطبقها. اه في معلومة اه خطأة ممتشعة على الايفون ان الايفون ما يقدرش ينزل تطبيقات من خارج الاب كنا عايزين نطبق معاكم بشكل عملي بس مش هينفع نهاردة. ان الايفون عادي يقدر ينزل تطبيقات من خارج الايفون لكن بيحتاج كمبيوتر. الجانب اللي انت تنزلها كده زي الاندرويد اي بي كي وتثبته ده مش موجود على الايفون. لازم له كمبيوتر ويبقى له شهادة. الشهادة دي بتتحدث بشكل اسبوعي. عشان ان انت تقدر تستخدم التطبيقات الخارجية عادي على الايفون. وتقدر تستخدمها بقى. سواء الواتسا بالمعدل لتطبيقات مثلا اللي بتكون محزوفة من الاب ستور وغيرها. فدي النقطة الرأس اللي هكو تعايز اتكلم عنها. حتى عنده اي استفسار قبل معيني. طيب 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 شكرا جدا جدا يوسف احنا احنا الكلام اه يعني طول معنا النهاردة اه جامد جامد. فان شاء الله اه باذن الله باذن الله اه يكون كل الناس استفادوا من الكورس اللي هو انا اه يعني اتمنى مش 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 هتدعي بقى حاجة اتمنى انه يكون فادي الناس كلها. وباذن الله الامتحان هيكون اه سهل انا كنت بحذر انه وصع. تمام? هو الامتحان ان شاء الله سهل. وهنقول تفاصيله. وهنقول تفاصيله دلوقتي حالا. اه الامتحان يا جماعة. للي اه بس للي هيسمعنا دلوقتي. اه وياريت الكلام ده. اه الشباب بصت اه كفيف يكتبوه على جروب المتدربين. اه اللي هيحقله انه هو يدخل الامتحان. اه الشباب اللي هما تعدوا نسبة معينة. الشباب بصت كفيف احددوها. تمام? وطبعا من حقه بقعد انه هو ما يدخل الامتحان انه هو ياخد اه شهادة. تمام? فالنقطتين. النقطة الاولى تكون حضرتك عديت نسبة معينة هما حددوها الشباب اكيد هيقول لكم عليها. والنسبة اه والنقطة التانية ان حضرتك تكتاز الامتحان عشان تاخد الشهادة. اه انتو سمعيني بس اهم حاجة? ايوة. اه طيب. اه النقطة بقى اللي انا كنت عايز اقول لها عنها ان احنا هيكون عندنا اسئلة اه يعني اه كلها اه اختيارات او صحة وغلط ولكن بشكل اه لطيف ان انت مسلا فيها حاجات عملي ان انت تختار مسلا الخطوات المعينة تعملها ازاي لعمل حاجة معينة. تمام? فما تقلقوش من النقطة دي. وهتلاقو الامور كلها سهلا ان شاء الله. اه مدة مدة الامتحان اه ممكن تكون ما بين من تلاتين الى اربعين ديئة. تمام? ديئة هنحددها برضو. اه ومش احنا ممكن ما نكونش معكم في في ميتنج يعني ممكن يكون الامتحان اه حضرتكم تاخدوه ك كفورم او كده. فبرضو برضو دي بعض التفاصيل اللي احنا لسه ما حسنهاش. ولكن بشكل عام الامتحان ان شاء الله هيكون بسيط وهيكون يوم اه الخميس القادم. تمام? وان شاء الله بالتوفيق للجميع. اه عايز اه قبل ما يعني اه اختم اه ان احنا بشكركم باسمي وباسم جروب ايوس ابل. اه وبشكر اه شباب اه شباب بصد كفيف كلهم من اه كل الشباب اللي انا تعرفت عليهم ولا انا ما تعرفتش عليهم. اه باذن الله دايما في اه خدمة المكوفين وكلنا واحدة. وباذن الله دايما اه من تقدم لتقدم. ولو يوسف عاوز يقول حاجة انا معاه. طبعا بشكركم على الحضور مع انا وان انت باذن الله تكونوا استفادتوه حتى اللي ناوي ان هو يشتري ايفون جديد او ناوي ان هو كان عنده مشاكل في الايفون وان شاء الله يكون ان هو عارف ازاي يقدر يتعامل مع الايفون. طبعا احنا ما قدرناش ان احنا نغطي كل حاجة في الايفون. الايفون عالم كبير جدا. بس حطينا الاساسيات اللي هتساعدك اول لما تشتري الايفون تستخدمه ازاي صح وما توجهكش اي مشكلة باذن الله. وهما حاجة تنمي عندك اه موضوع الاكتشاف. ان انت لو ما لقيتش حاجة لو لقيت حاجة انت مش عارفها لازم تحاول ان انت تدور على حلها تقعد تجرب عشان تقدر توصل للمعلومة الصح اللي هي ما فيهاش اي شوائب. فده اللي انا كنت عايز اقوله لكم. ولو حد عنده اي سؤال قبل ما نختم ونقول لكم سلام اه يتفضل. طيب اه اخر حاجة انا عايز اقولها انا الجروب مفتوح للكل اللي حابب ينضم لنا اه ارقبنا موجودة مع الشباب اللي حابب ينضم لجروب على الواتساب. وقنوات التواصل التانية كلها موجودة عندكم يوتيوب عندكم تويتر وفيسبوك وما الى ذلك كل التواصل الاجتماعي موجود. احنا نتشرف بكم جميعا. وباذن الله نكون قدم لكم حاجة تحوز على رضاكم. وباذن الله باذن الله باذن الله الكورسات مش هتنتهي واحنا ان شاء الله هنكرر الكورس ده. قبل مقفل احب لو حد عنده سؤال او اي حاجة ممكن نستقبلها منكم بحيس ان احنا نهاردة صهرناكم متأسفين جدا. ولكن اه لحد عنده سؤال ياريت يتفضل بحيس ان احنا ننهي ان شاء الله. طبعا اه شكرا جزيلا على المعلومات القيمة. اه طبعا انا ما اه ما عفت المحاضرات اه اغلب يعني بس فقط محاضرة واحدة اه فاتتني. هي انكرت مريضة. يعني انا ما كنت املي الاستمارة. مثل ما اه قلت قبل. اه يعني اعتبر انا خيبة? لا لا لا. لا 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 هو النسبة ان شاء الله انتي تعد تحديتيها وصلت الرؤى. اه هما الشباب برضو هيعرفوا الناس مين اللي انه هو يدخل الامتحان او اه انه هو ما يدخلش. اشكرك جزيلا شكر. بس سؤال بسيط اللي عن الساعة يعني من نفتح الموبايل اذا هي كانت متنم اه اه يعني افتح الموبايل يعني يقل لي الساعة مثلا قبل نص ساعة الساعة الناطقة يعني كل ما اخليها على على شي اه نفس الشي يعني اخليها مؤقت اخليها يعني كل الخيارات جربت. لا انا ما فهمتش صراحة. لو انت يوسف فهمت? اه الساعة الناطقة اه الساعة الناطقة. اه الساعة ناطقة ما لها? الموجودة لان نشتريها. اه ما لها ايوة. الساعة الناطقة اللي هي اللي هي بتاعت اه آيفون اسلام. اه معرفة ايран اسلام. هاي الساعة الناطقة. اللي هي الصوت اسمها اسمها لا لا صوت على الشسمه هي مصرية ايو انس جوهر الصوت تقولك الساعة والان كذا لا هاي بها عمر العربي وعمر الانجليزي وهاي شي بها اشياء اسمها اسوات لا ده دي بتاعت عيفون الساعة الناطقة اه لا دي 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 لسه فيها شوية تحديثات ما ما نزدتش فممكن يكون هي المشاكل من من الساعة نفسها بس ما توقع هي ايفون اسلام استاذ احمد لان ايفون اسلام انت مرة قتل عليها اه هي مو ماكو مو صوت ايناس جوهر لا اصوات لا تمام تمام انا احلى صوت بي نعم نعم لا لا دي لسه محتاجة تحديث اي هاي المشكلة بي من المطوش ينطق الاشعار يقول الساعة الناطقة الان يعني سوت كل الخيارات ما ضبطت وياي اه اه ما انا بقول لاحظوك هي هي مشكلة اه مطور ام تمام استاذ شكرا اهلا نصح عندي سؤال طبعا هاي المشكلة صارت وراء التحديث اه وراء التحديث اي او ساستين تمام هي محتاجة تتحدث مع الايو ساستين اولي مهند اه اه الانتحان يوم الخميس الجايدة صح؟ ده رائع ده ها؟ بقيم ان شاء الله والنفس موعد المحاضرة صح؟ نفس الايه؟ نفس موعد المحاضرة الشباب هيقولولك على الجروب الشباب هيقولولك على الجروب بقيت انا شفت اخر محاضرة في اليوتيوب المحاضرة الخامسة لا المحاضرات كلها نزلة الرغات السبعة سبع محاضرات يعني انا لسه ننزل النهاردة السبع على الخناة بتاعتنا مش عارف الشباب هنا نزلوا السبع ولا لا بس هما كانوا نزلين لغة الخامسة والستة وانا النهاردة نزلت السبع كمان اوكي حلو حلو جي ممتاز 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 اتشكركم سيزا احمد المحاضرات كلها موجودة على قناة الفريق ممتاز يعني عندنا وعند الشباب موجودة السبع محاضرات موجودة وتمنا النهاردة ان شاء الله ناخدها ونعملها ممتاز والشباب برضو هيرفعوها عندهم على القناة ماشي ان شاء الله ان شاء الله ايه اسئلة تانية حاطوهنا على الواسفين سيزالها تنزل على جوجل اه على جوجل فورم اه ان شاء الله اوكي هحل الصح ان شاء الله ايضن الله ان شاء الله شدي حلة كمان ممكن اسأل سؤالي خارج مواضيع من حاضرة اتفضل الحين انا لو ابغى مثلا امنتج بالايفون انا عندي صراحة كده تطبيق منتاج مثلا الباك باك وعندي اه اللي هي ايموف ودات مرفات والفي ان لكن هل في تطبيقات يعني للايفون يعني انصح استخدامها ولا هي كلها نفس الفكرة يعني انا عندي اكثر من تطبيقات استخدامها بصراحة اه بص هو التطبيقات المشهورة اللي حضرتك بتستخدميها هي ديت افضل حاجة بس افضل حاجة متوافقة اقولي بالك افضل حاجة متوافقة في حاجات بتكون افضل بس لي مش متوافقة ده بالدير بتكون المشكلة ايه فانا يعني كان ابا وسع يعني بعرف لا ما للأسف مش هتقدري مش هتقدري للأزافي يعني هيكون يعني مش هتقدري تستعمليهم انتي كبلاين يعني ككفيفة نجل ما لغنا على الله تمام سلام عليكم عليكم سلام عليكم اه اتمنى يا رب النهاردة انكم كون وكلكم استفدتوا طول الكورس اه وبشكر حضراتكم جدا بشكر حضرتك جدا جدا يا اساز احمد وبشكر حضرتك جدا جدا جزيل الشكر يا اساز يوسف اه واتمنى من الجميع يا رب يكونوا استفادوا وان شاء الله اه في الامتحان باذن الله يقدروا يقدوا كلهم اه كويس وبالتوفيق للجميع ولو في اي حاجة او اي استفسار عندكم الاخر يوم النهاردة اتفضلوا حضركوا اسألوا علشان ننهي اه وسمحونا لو في اي تأثير يعني احنا حاولنا حاولنا ان احنا نغطي كل المواضيع بس اه الحمد لله اه انا هنجي سؤال اه تفضل هلأ بدي ارجع انشأ ايميل اي كلاود بس عم تلقائيا عم بياخد رقم الشريح على التليفون انا ما بدي اخد الرقم الشريح بدي احط له رقم تاني حلو الموضوع بسيط احنا بعد ما هو ياخد الرقم وخلاص هو يعني مش مدينا امكانية ان احنا نغير الرقم مباشرة بعد ما ننشئ الايميل بنروح على النقطة اللي احنا كنا تسلمنا عليها في بداية اه محاضراتنا عن الابل اي دي والباسورد او المرة اللي فاتت حتى احنا تكلمنا عنها اللي هي النقطة الاولانية خالص في الاعدادات لما مندخل على الاعدادات بنلاقي حاجة اسمها ارقام الهواتف بنلاقي حاجة اسمها الامان او الباسورد والامان او كاملة المرور والامان بنخش هناك بنلاقي تحرير لرقم الهاتف بنضغط على تحرير ونمسح الرقم القديم ونكتب الرقم الجديد بس هو هيجينا اشعار على الرقم التاني اللي احنا ضفناه او عفوا بيسموه كود على الرقم التاني فمباشرة بنكتب الكود ده وخلاص بينضاف عندنا الرقم على الرقم اللي بدي اضيفه مش الرقم مضبوط السلام عليكم عالك السلام تفضلي طيب هو انا عندي دلوقتي انا لما اعمل تفعيل في موضوع في الهاتف حضرتك قلت نعمل تفعيل للاتصال علشان لو الفويس اوفر مقفول اللي يقولنا اسم المنتوذي مضبوط انت ما هو يعمل برضو يفيدنا لو الفويس اوفر معلق او كده مش مطفي هيشتغل من نعمل دي لا 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 لو معلق هو حاسس نوع شهر جادل تمام اه انما اه اه هو هيشتغل معانا مش هيشتغل معانا اصلا تمام تمام انت فاهم ما اللي نقصده اه 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 افهم الحاجة التانية بالنسبة لسيري دلوقتي فيه مفروض هو بيشتغل معايا حسب لغة الجهاز صح؟ لا لا دي انا لاحظتها على حسب اللغة اللي حضرتك بتحدديها انت ممكن تكون الجهازك انجليزي وتخليه عربي هادي ممكن يكون جهازك عربي وتخليه انجليزي برضو عادي زي ما يوسف كان اعمل دلوقتي اه ده لانا لاحظت دلوقتي بس انا معندي غيرت اللغة بتاعت الموبايل من فترة قريبة بس سيري ما استجابش معايا غير لما غيرت وبقى انجليز اه اه ادخلي لما مثلا انت جهازك عربي خلاص وعايزة ايه عايزة انجليزي ولا عايزة عربي مثلا انا عايزة سيري عربي والجهاز عندي انجليزي عشان حلو بس تقدمه عالي جدا ادخلي ادخلي على سيري وادخلي على لانجوج واختري عربي بس شكرا ماشا يحصل لأي حاجة اه كل اللي عليك ان انت تقولي سيري كذا 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 خلاص يعني انا انا عامل كده عندي انا شخصية اه تمام شكرا تمام انا عندي سؤال تاني اه تفضل هلا انت لما حكيت عن الاثور عن الايفون انا مجرد ما ضاعي التليفون اذا سجلنا دخول للامال نقدر نحدد وين موقعه طب هلا احنا لما نعمل دخول لأي ايمال من اي جهاز رح يطلب الكاد طب كيف ده يجين الكاد وانا التليفون اصلا مش معي ضايا ما هو احنا قلنا في البداية ان الجهاز بيعتمد او اللي هو بخطوطين بتعتمد على حاجتين الحاجة الاولى اللي هو الجهاز نفسه وتاني حاجة رقم التليفون طب رقم التليفون طب حلو حلو احنا رقم التليفون احنا هنكون يعني استعملنا على او خدنا عرفنا نطلع الشريحة مثلا على تليفون تاني خلاص وده امر مش صعبي يعني ان احنا مثلا نقول لشركة الاتصالات انا عاوز رقم بتاعي على شريحة تاني تمام فمباشرة هي هيبدأ ان هو ان هو يعمل لي ايه ان هو يبعط لي الكود على الرقم بتاعي وخلاص وقدر اسجل اه دخول خلاص اه برضو ممكن يكون اه الحكاية دي لو عندي جهاز ابل تاني جهاز ايفون تاني مسلا فهيجي لي عليه الكود برضو لان الايفون من الاجهازة اه يعني لو انا عندي اتنين ايفون فهيكون من الاجهازة المصرح لها ان هي وصل لها اه الكود تمام في حال ما عنديش فخلاص هو رقم التليفون هو اللي هيحل لي المشكلة انا عندي سؤالين اول سؤال السيري بروح وبفتح ستنينز وبعدين عشان نروح لإعدادات سيري بروح بفتح ستنينز وبعدين سيري والبحث سيري والبحث طيب والسؤال التاني انا عندي مسلا سرعته لما تسحب فوق وتحت بيبقى معشرة في المية هل في امكانية سرعة واحدة واحدة واحد في المية لا ابدا لا لو انا عايز عمله واحد وخمسين مسلا مسلا اعملها. لا 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 مشكلة. مفيش. اوكي 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 مش مشكلة مش مشكلة. شكرا لحضراتكم. اتعلم معنا. لا يا حبيبو انا انت احتمل. اي اسئلة تانية قبل ما نقول السلام عليكم. تمام. آآ استوزة ابتسام بشكر حضرتك جدا وبشكر شباب ابو ستكافي في كلكم. وبشكرك يا يوسف وبشكر الحضور طبعا من اولكم لاخركم. وان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بقدر بسيط. وان شاء الله اتمنى لكم حياة سعيدة في المستقبل بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لحضرتك جدا لأستاذ احمد. شكرا لأستاذ يوسف. شكرا للجميع. واتمنى لكم التوفيق يا شكرا لكم علىoph